السلام عليكم ازايكم شباب ان شاء الله النهاردة هنشرح الفايلز بالجافا ازاي تكرير فايلز جديدة تمام وبالاخص يعني التكست فايلز وازاي تكتب في تكست فايل بالجافا برضو وازاي تقرأ من تكست فايل بالجافا وفي النص التاني من الفيديو هنشرح ازاي تعمل بروجيكت كامل تمام يعني مسلا هتعمل مسلا مزلا سيستم مسلا زي اي اي المدرسة مثلا. المدرسة فقط والله بكل طالب لي اسمه والايد وهكذا. ازاي بقى تعمل السيستم ده وتخزن البيانات في التكست فايل. تمام. اه وازاي تقدر تضيف طالب جديد وازاي تقدر تقرأ طالب من الفايل وازاي تقدر على طالب يعني تعدل على بيانات طالب وازاي تمسح طالب من ايه? من التكست فايل. وهو ده اصلا المشروع اللي مطلوب مننا يعني في مادة. تمام? فيلا بنا نتوقع على الله وان شاء الله يعني ربنا وفقناه. اه طيب. اه اول حاجة هتروح انا اشغال على الانتليجية. هتدوس على فايل وتعمل ايه? ماشي. هتلاقي هنا الواحب بوينت تمالي. اه تمام? هتدوس على نيكست. اه بعد كده اه كريت بروجيكت اه كريت بروجيكت فروم فانت هتعلمها صح عشان هيعمل لك سيمبل جوف ابليكيشن. اه وبيتضمن على ايه? بيحتوي على المين كلاس والمين ميسود. دمام? هتدوس نيكست هيقول لك هنا سميلي البروجيكت. وهنا اللوكيشن اللي انت عاوز تحط في البروجيكت. انا هتطبعا حطه على ايه. على ايه عندي اللي هو البرتيشن اللي هو الايه. تمام? وهسميه مثلا ايه? اه تيكست فايلز اه ان جوف. تمام? فهو هنا كتبه تلقائي هنا وهيحطه في ال ايه. هدوس على فينش هيعمل للايه? البروجيكت فهو بيقول لي هنا عايز تفتحه في الويندو دي ولا في ويندو جديدة. فانا هقول له فتحه في ويندو جديدة. ماشي? اه دلوقتي البروجيكت يتعمل اوه. هتيجي هنا في الجنب هتلاقي في فايل كده. اه تمام? فولدر كبير وهتلاقي جوه فلدرات وشوية فايلات. اول واحد الاي دي ده ده ماناش دعو به. احنا هنشتغل على السورس ده. السورس ده هو اللي بيبقى في الايه? المين ميسود. المين كلاس وجوهها المين ميسود. طبعا المين ميسود اي بروجيكت في الجوفو لازم يحتوي على المين ميسود. لان المين ميسود دي هي الروت بتاعي بتاع اي بروجيكت يعني اي كود هتليجي ترنه لازم يبقى عندك المين ايه؟ المين كلاس ويبقى عندك المين من سود. طيب تعال الاول ان اقرب نشوف البروجيكت بتاعنا شغاله ولا لا? هنتبع system.out.println. اه جيب تتبع سطر جدير يعني. تدعي الحاجة اللي تتبعها وتتبعها يعني. فهنقول له ايه? اه هلو مسينا? اه. تمام ما بيعمل build او? تمام هو كده شغالي. طيب اه ازاي بقى تعالها بقى نشوف الموضوع بتاعنا ازاي تعمل فايل جديد. اه وتممكن مسلا تعمل text file اي نوع من انواع الفايل. تمام? وتكتب فيه. خلناها الاول هنشوف text file بيتكرر ازاي? اول حاجة لازم تاخد object من class اسمع file. عندك class اسمع file هي ده اللي هناخد منها ايه? object عشان اه نحدد نوعه وبعد كده نحدد نوعه بقى هل هو text هل هو اه هل هو image مثلا او اي حاجة يعني. تمام? اه فاتكتب file وهتسميه مسلا اتسمي الفايل ده. ازلناك بتاخد object من class عادية. هتكتب مسلا هنسمي data base. data base. وبيسوي ايه? هتعمل new. new دي بنستخدمها برضو الkeyword دي بنستخدمها لما نيجي ناخد object من اي class جديد. وبعد كده هتكتب اسم الكلاس ده. الفايل وبعد كده هتفتح حقسيني. لما المفروض بيستقبل حاجات في ده. فهنا عارف ايه دلوقتي. فهو عامل عليها احمر عشان هو عاوزني استدعي اللي بتاحتوى على class اللي هي ايه? فايل. فالclass اللي اسمها في ال library اسمها java.io. input output يعني. فانا هدوس alt و enter هو هيستدعيها للواحدي. import class او. تمام? ايه? ايه? اي 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 او structure بتاع الفايل عشان يعمل جديد. محتاج الباس نيم. الباس نيم ده اه بيبقى المسار بتاع الفايل. يعني مسلا هنا تعال اننزل تحت. اه هنا في تعال انشوف التكست فايل ده. هتلاقي هنا مكتوب لو هنا مسلا اه بي ايتش بي. بيتش بي شورتس اه دوت تكست تمام? اه وبعد كده بعد انت بتحط على ديس كتوب ولا اي حاجه ايان اه هنكتب الاول اسم الفايل. تمام? اه هو هنا عاوز الباسنين فهو عاوز ماشي هو الباسن ما هو. انت عاوز فايل من انه نوع انا عاوزه من النوع تيكست. ايه هتحطه في ايه? اه والله انا هسيبه بيفولت كده يتحطي لي في مكان ما هو هيحطولي يعني هو مسلا ممكن يحطولي هنا في البروجيكت بتاعي فانا هسيبه ديفولت كده هيحطه لوحده هنا في البروجيكت انت بقى بعد كده ممكن مسلا تحطه على يعني مسلا ممكن تكتب الاي وتكتب ايه اسم الفايل بتاعك وبعدين نوع كبام فانا هكتب اسم الفايل الاول هنا هسميه مسلا ايه data base dot txt ده نوع الفايل انا انا عاوزه الفايل من النوع تكست تبع وهو اسمه data base دلوقت انا عملت اوبجيكت كده هو خدت اوبجيكت من الفايل كلاس طبعا الفايل كلاس فيها بعض هنستخدمها دولته ونشوفها تعمل ايه طيب انا كده ما لسه ما كريتش الفايل تمام فهنكتب data base عشان نكريته هنعمل الحالات اللي جاء دي هنكتب data base ده الوبجيكت ده اللي احنا كريتنا وهنعمل دوت هتلاقي الوبجيكت ده اه في مجموعة من الميسود من القلاس اللي ايه الفايل تمام هتلاقي في create new file دي دي الميسود اللي بتكريتلك فايل جديد وفي مثل ايجزيست وكان اكسيكيوت وكان ريد وكان رايت وهكذا تمام فهنشوف هناخد اللي ايه create ايه نيو فايل دي هنشوفها بتعمل ايه بيقولك بترجع تروح لو لو ال name the file اه مش موجود تمام يعني هي ترجع لك تروح هي بوليان ميسود بترجع تروح لو الفايل اللي انت مساميه ده مش موجود بس هي بترجع تروح بعد ما بتكريته يعني هو مش موجود وهي بتكريته بعد كده ترجع تروح ولو بالس بترجع امتى لو لو هو موجود بالفعل يعني لو الفايل ده موجود بالفعل وانت بتحاول تتكريته من جديد طيب اه هو هنا محتاج ايه دعلا نشوف اه هو هنا بيقولك ايه اه عشان العملية دي ممكن يحصل فيها مسلا اه اكسيبشن فلازم تحطها بانترايو كاتش عشان ممكن يحصل لك اكسيبشن من النوع امبوت اوتبوت تمام فهنحطها ايه بانترايو كاتش فلو جيت هنا تشوف هنا في الجنب كده هيقولك ايه اد اكسيبشن اه طول مسود يعني ممكن انا انا خلي المسود بزيب نفسها بس انا مش عاوز دي انا عاوز ايه ترايو كاتش تمام فانا حاولتها ايه بترايو كاتش اهو تمام اه ودي الاتاباس دوت كريت فايل طيب تعال نشوف نشوف الاول هو هيعمل ايه انا انا اخد دي كده كنترل اكس وهنقول اف اه لو الاتاباس دوت كريت فايل الاتاباس دوت كريت فايل مش هي بترجع لي ايه اما ترو او فلص ترجع ترو امتى لو لو الفايل مش موجود طب لو الفايل مش موجود هنقول بتسوي ترو تمام اه لو الفايل مش موجود هنخلي ايه هنخلي ايه هنخلي يطبع اه 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 برينت اه فايل ايه اه فايل آآ آآ كرياتيد. آآ كرياتيد. تمام? آآ هو هنا لما لو هي بتروح هو هو الفايل مش موجود وهيكرياته. طيب وهن آآ هنزود ايه عليها? آآ داتابيس دي بتحتوي على الفايل ده بيحتوي على كلاس تانية اسمها جيت باس نام. تمام? فهنكتب داتابيس دوت جيت جيت ابسليوت باس. تمام? فدي هتعمل لي ايه? دي هتجيب لي الباس اللي محطوط فيه اللي ايه? الفايل اللي انا كرياته ده. يعني هو لو مش مش متكريت. الشرط فالشرط ده يبقى ترو. فهو هيكريته لي ويتبع لي ايه المكان اللي هو محطوط فيه. تمام? طب لو الس. الس هقول له ايه? آآ فايل. آآ system.out.print. تمام? فهنقول له فايل. already. t exists. مش عارب بقى الانجليز مصحوح. المهم يا هاد تعال تعال نشغل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نيوي في ايه? و المكان بتاعه في ال ايه تمام جوه البروجيكت اللي هو البروجيكت بتاعنا و اسمه هو database و نائه . او لو جدت شوف هتلاقي الفايل اتكاريت هنا ماشي طيب طيب تعال انا راني تاني كده فهو خلاص اتكاريت اول مرة فلو جدت راني تاني فهو مش هيخش بقى ايه في ال اف اللي فقط عشان الشرطة بتاعه هيبقى فالس فهيخش في ال else فهيقول لك ايه الفايل اصلا موجود تعال نشوف كده هيقول لك فايل اه already exists طيب الكلام ده احياله و الكلام ده جميل و كده ايه خلصنا اول جزء من البروجيكت بتاعنا طيب خلينا نعاوز الاول بس لو انا عندي مثلا اي string او اي حاجة فانا بفضل اللي انا اعرف variable ماشي والvariable ده بيشيل القيمة اللي انا هواسيها لاي فولدر او اي حاجة يعني اي فايل او اي حاجة تانية طيب خلينا نعمل public static variable من النوع string هنا في ال main class تمام وبعد كده نبصيه هنا ايه للفايل للفايل string string name name بيساوي ايه هيساوي ال name بتاعنا ده لو ده ايه ده تكست ولو جد تحت هنا فانت هتدول على طول تمام انا عملت كده عشان لو لو احتاجت الاسم ده في اي حتة تانية تحت ما اضطرش بقى كلي شوية اعود اكتبه فانا اكتب الفايل نعم على طول طيب اه ازاي بقى كده احنا كريتنا الفايل ازاي بقى تكتب في الفايل ده ازاي تكتب في الفايل اللي هو ده تابهيز ايه دوت تكست طيب طيب عشان تكتب محتاج اوبجكت من ال من كلاس اسمها فايل 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 رايتر تمام ازاي ما احنا اخدنا اوبجكت هنا من الكلاس اللي هي فايل تمام فهناخد اوبجكت هنا من الكلاس اللي هي اسمها فايل رايتر عشان نكتب ايه نكتب في البتاع ده في التكست فايل ده فايل رايتر وهنسمي ايه رايتر بيساوي و بعدين فايل رايتر ومحتاج هنا برضو الباص محتاج هنا الباص بتاع الفايل فانا انا هنا بقى ايه كابا خلاص عملت فايل اوه وخلته اسمه فايل نايم لاحظ ان الفايل ده في المين كلاس مش في المين مسود تمام اه انا اكتب هنا فايل نايم تمام هيقول لك هنا برضو اه انت المفروض تحوتها بايه بترايو كاتش غى حاشان الفايل رايتر دى مكم تديك مثلا اكسبشن اللى هو اى ا أيضبوب اكة بت Valentine فا انت hتحووطها بايه وكادش عشان تتعلج الى اكسبشن ده عشان مسلا لو طلعلكätzlich اكسبشن ممكن تطبع ايه هوación وتطبع ال execut. هوا واتطبع ال اكسبشن مثلا ت كتب ايه هنا ثمام اه في الفايل رايتر هنا اوه عندنا بقى كامّ ميسود عندنا اه كزا ميسود اه في الفير ريتر ده فهنكتب ريتر دوت هتلاقي عندك وابند ورائت ورائت اللي تحت دي برضو اه بس دي بتاخد برامترز واللي تحت دي بتاخد برامترز تانية خالص وعندنا كزا ايه ميسود وعندنا رائت سترينج تمام وعندنا فلاش وعندنا كلوز تمام اه انا اكتب ايه هستخدم اللي هي ايه رائت تمام بس اختار اللي هي رائت اللي بتكتب سترينج طيب اه انت عايز تكتب ايه هكتب مسلا ايه هالو وورل ماشي وبعد ما بتكتب شرط انك بعد ما بتكتب في ال بالرائت اوبجيكت ده في الفايل اللي هو التكستفيل اللي هو التابس ده تمام بعد ما بتكتب لازم تقفل بقى تقفل بعد ما كتبت وخلصت بتقفل ايه الابجيكت ده فهنكتب رايت رايتر دوت كولوز تمام دي لازم تتعرفها يعني بعد ما بتخلص كتابة يعني مسلا لو تكتب خمس سطور هتكتب الخمس سطور الاول وبعد كده لما تخلص خالص تبقى تعمل ايه تبقى تقفل الابجيكت ده طيب تعالا نشوف كده هو هيعمل ايه لو انا بدوس ترن هنا طبعا اللي فوق ده هيتنفذ الاول اللي هو فعل عشان احنا عاملينه اه وهنا ايه ما طبع ليش حاجة طيب تعالا نروح عالداتابيز دوت تيكست انا لقى كتاب لي ايه هلو وورلت ايه طيب خللنا نكتب حاجة تانية رايتر دوت رايت تمام وانكتب ايه فرست بروجيكت مصر ايه جيكت تعالا نشوف ايه طيب هتلاقيه كتاب لي هنا هلو وورلت وبعد كده ايه فرست ايه بروجيكت تمام كتاب لي هلو وورلت وفرست بروجيكت بس فرست بروجيكت جنبها لازق فيه طيب انا اعمل بينهم يعني انزل سطر كده. انزل سطر ازاي هتكتب جده. هتعمل رايتر دوت رايت هتعمل الاتنين كودس دول وهتعمل ايه سلاش اين سلاش اين دي معا نهانزل لسطر. طبام فاتعال نمسيع دول كده. وتعالا نشوف ايه. ع Methane قد نشوف هوه ويكتبي ايه؟ هيكتب هالو وورلت المفروض وينزل للسطر بعد كده هيكتب ايه فرست بروجيكت. اكتب هلا وورل ده بعد كده ايه كتب فيرست بروشيكت طب تعالى بقى نوقف طيب تمام عاوزين بقى ايه نعرف ازاي هنقرأ من البتاع ده من الفايل طيب احنا اخدنا الفاير رايتر تعالى بقى نشوف ايه ازاي تقرأ من الفايل ده طيب عشان تقرأ من الفايل محتاج ايه اوهجكت من حاجة اسمها فايل ريدر اين لا بوفر ريدر بوفرد بوفرد ريدر تمام هو المعيد شغل غالبا بالسكنر بس بوفرد ريدر ده اسرع من السكنر تمام فانا هستخدمه يعني وهنا برضو شغل بالبرنت رايتر تقريبا مش مش متذكري يانا مش شغل اللي هو الفايل رايتر بس هو البرينت رايتر تقريبا بيرس من الفايل رايتر او الرايتر تمام فهاشتغل هنا بالفايل بفرد ريدر تمام وهنسمي اي بي ار مسلا او خلينا نسمي بفرد ريدر بيساوي نيو كده بناخد اوبجيكت جديد انا الا اللي اعمله ده هاخد اوبجيكت من اللي هو ال بفرد ريدر عشان اقرى اقرى الحاجات اللي مكتوبة في الفايل تيكست او اي فايل عندي طيب هكتب نيو بعدين بفرد ريدر طيب هنا هو محتاج ايه مش محتاج بقى ايه او هنا محتاج فايل لو جدت شوف هنا هتلاقي هو محتاج فايل بس هو مش محتاج ايه الفايل نيم ومش محتاج الباص لا هو محتاج فايل كامل طيب هل الفايل ده من نوع الفايل ده من نوع فايل ريدر تمام بس هتعمل هنا نيو هقولك ايه اللي انا كتبته ده هو هنا البفرد ريدر محتاج اوبجيكت من الكلاص اللي هي file a reader. ده ده البرامتر اللي هو محتاجة. طيب. 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 والفايل reader ده بياخد ايه? بياخد الباص بقى. الفايل reader ده هو بياخد الباص. يعني الباص كان عندنا هنا اللي هو فايل ايه? الفايل نيه. طيب تعالى نديله الفايل نيه. فايل نيه. طعم? اه فهو هيقول لك هنا الفايل reader برضو هيسبب لك ارور. اه ممكن يحصل يعني فتخوطوا بتريو كاتش. طبعا? عشان لو حصل اكسبشن نعالج الاكسبشن. فهنحوطوا بتريو كاتش عادي. طعم? وهنا هنطبع الاكسبشن مثلا. اه في ده النوع الاكسبشن بتاعه فاهم نتفاوند اكسبشن. فهنطبع سيستم نتقود ايه وبعد ايه? اكسبشن. طعم? انت مستغرب هنا ايه اللي انا عملته ده? يعني انا مسلا انا ده حاجة اسمها انه نمس اوبجيكت. تمام? يعني هو المفروض هنا بياخد عاوز اوبجيكت من الفايل ريدر. بس ال انا ما بسطلوش الوبجيكت هنا باسمه. انا بسطله الايه? الانونمس اوبجيكت. يعني ايه الانونمس اوبجيكت? قالك لو انت مسلا عندك كلاس اسمها مثلا. خلينا نشتغل على كلاس فايل ريدر. الفايل ريدر دي ممكن تعمل منها اوبجيكت كده. فايل ريدر زعادي الطرعة المعتادة يعني بتسوي نيو. وبعد كده بتكتب فايل ريدر. وبعد كده بتدلو الايه? البارس. تمام? فانت كده عملته اوبجيكت. ماشي? وممكن تبصيه هنا بقى. هو هنا محتاج اوبجيكت من نوع فايل ريدر. فتدلو الايه? تمام? فهو كده يشتغل معك. اه فقال لك انت بدأ لما يعني لو انت هتستخدم الوبجيكت ده مرة واحدة بس. فانت ممكن تعمل حاجة اسمها انه انا ابجيكت. اما بتسميش الوبجيكت. تمام? بس بتكتب ايه? ساعة لما تستخدمه بتعمل نيو فايل ايه? اه ريدر. وممكن بقى تأكسس على ايه حاجة من جوا يا بص. دوت ريد وكلوز ومش عارف ايه وهكزا. اه فهو ده الانونس اوبجيكت يعني مش بتديله اسم بس بتبصيه على طول. فانا نعمل هنا ايه? نيو فايل ريدر. وهنا ندلو اليه الباص اللي هو الفايل ايه نيه. طيب احنا محتاجين ايه من من الفايل ريدر بافرد ريدر ده. محتاجين ايه? نطبع الحاجات اللي جوا الفايل بقى اللي هو الفايل نعمل اللي هو ايه? ده تابيز ايه دوت تيكست ده. طيب تعالها نشغل كده. فهنقول له البافرد ريدر دوت ريد لاين. ريد لاين دي بتقرأ اه بتقرأ سطر اه بتقرأ سطر جديد. تمام? يعني بتقرأ السطر اللي هو في التكست بتاعك. طيب اه هو هنا اه بيقول لي ايه? انهالد 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 اكسيبشن. يعني ده ممكن يديك ايه? انبوت اوتبوت اكسيبشن. فانا اعالج المشكلة دي ازاي انا اخلي ده اكسيبشن وغلاص. تمام? فده هتبقى اكسيبشن هتبقى شامل ايه كل انواع الاكسيبشن. والله لو اكسيبشن جا من هنا ده اللي هو كان فايل اه فايل نوت فاوند اكسيبشن تقريبا فهو هيتبقى للاكسيبشن. ولو هنا الاكسيبشن اللي هو الاكسيبشن من النوع ايه? انبوت اوتبوت اكسيبشن. اه فهيه هيعالجه برده. تمام? دي بتاعة الكلاصس بتاعة الاكسيبشن كلها. فتعالنا نشغل كده اول مفروض ريد لاين هيقرأ لي ايه? اول سطر اللي هو هلوورليد. اه خلنا نطبعه بقى خلنا نعمل مسلا استرينج استرينج لاين بيساوي. الاين ده اللي هو استرينج لاين ده هيساوي اول لاين هيتقرأ من ايه? من الفايل ده. طيب تعالنا نطبعه بقى سيستم دوت اوت دوت برينت ايه? ايه لاين? فهو هنديله الاين? يطبعه. تعالنا نشوف هيشتغل ازاي? طبع ايه? الهالو ايه وورليد. اه طيب انا عاوز اطبع كل اللينز اللي موجودة اللي موجودة جوه البتاعة ده. جوه الايه? التابس دوت تيكست. طب خلنا نحن ممكن نعمل فورلوب او وايل لوب مسلا. اه هنمسح هنمسح ده. تمام? هنمسح ده كده. وهنمسح دي. وهنعمل وايل ايه? طيب وايل ايه? الويل اللي هو اللي بفرد ريدر نوت اكوال. يعني الويل دي هتفضل شغالة لحد ما لقيه السطر اللي على الدور يبقى بمال. يعني هنا مسلا ده هالو وورلد. واللي تحته ايه? السطر اللي هو في رست بروشكتاب واللي تحته مفوش حاجة يعني بمال. فهو هنا ايه? هيقف بقى? هيكسر اللوب. طيب احنا عاوزين نعمل ايه بقى? اه وايل بفر اه بفرد ريدر نوت اكوالتو نال يعني هو ما بيسويش نال. بس في نفس الوقت انا عاوز اخد القيمة اللي هو اه 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 وايل بفرد ريدر دوت ريد لاين دوت ريد لاين اللي هو ايه? اه يعني السطر اللي انا هقراهه مش بيسوي ايه نال? يعني انا مسلا قردت السطر هنا اللي هو هلو اردت مش بنال. فرست بروشكت مش بنال. طب السطر ده بنال. اه فالسطر ده بنال فهو كده هيكسر الايه? اللوب. طيب انا عاوز اخزن الكيمة بقى اللي هي هترجع منه لو هو مش بنال اللي هو السطر اللي هتقري. عايز اخزن كمته عشان اطبع. اعمل ايه ممكن اعمل مسلا ايه? اه سترينج. زي ما احنا كنا عاملين. اه لاين بيساوي ايه? اه بيساوي مسلا او ما بيساويش حاجة ايه. تمام? وهنقول اللاين بيساوي. طيب اه اللاين بيساوي انت هنا بتسند قيمة. وبعد كده بتختبر الشرط. فانت عشان تسند قيمة هتحط الاتنين دول مع بعد كده فكوس. فتعال نحط كده. هو هنا هيعمل ايه? هيختبر الشرط ده. تمام? هيختبر الشرط ده. وهيشوف ان اللاين اللي على الدور مش بنال. وفي نفس الوقت هتباص القيمة اللي اتقارد. اللي هو الريد لاين. للايه للسترينج اللي هو لاين. وبعد كده نتبع ايه? system dot print ايه? لاين. اللي هو الايه اللاين بقى. اه تعالي نشوف هو يشتغل ازاي? المفروض هو هنا هيقرأ الهالو ورلد. وبعدين الفرست بروجيكت. وبعد كده السطر اللي بعدها بنال. فهيطبع ايه? هيتبع. فهو هيقفل بقى خلاص هيكسر اللوب وخلاص هيخرج. فهو المفروض هيتبع الهالو ورلد. فرست بروجيكت. اه ماشي. طبع ايه? هالو ورلد وايه? وفرست ايه بروجيكت. طيب. اه كده كانت ازاي نقرأ? وازاي نكتب? اه ازاي نقرأ? وازاي نكتب? وازاي نكريد فايل جديد? في حاجة بقى في هنا في الرايتر ده. في الولد فايل ريتر اسمها ابند. ابند دي بص هو بتعمل ايه? اه ريت كل اللي ايه بتعمله? لو الفايل بتاعك. لو الفايل بتاعك. في تيكست. تمام? وانت هتكتب تيكست جديد فهي هتعمل اوفر ريت على التكست ده. وتكتب التكست اللي انت هتبصولها. يعني مسلا ده ده فيه هالو ورلد وفرست بروجيكت. وانا هنا مسلا قلت له ايه? اه اه خليك تب ديليت. تمام? فاو انت بقى في دماغك ان هو هيكتب هيزود بقى. يعني هيزود على هالو ورلد وفرست بروجيكت. وهيزود عليهم ديليت. لا الكلام ده مش هيحصل. مش هيحصل ليه? عشان هو هنا بي اوفر ريدي يعني بيمسح الكومة القديمة ويكتب عليها. الكومة الجديدة اللي انت هتشغل. طب تعالى نشوف كده. بص وايت بعض ديليت. عشان اهو شفت عمل ايه? عمل اوفر ريدي مسح الحاجة كلها. طيب احنا نتغلب على الحاجة دي ازاي? اول حاجة. اه فيه اوبشنال براميطر هنا. اسمه ابند. تمام? ابند ده بيخليك ايه مسلا لو انت عندك قيم قديمة في التكست فايل. فلما تجي تكتب فهو هيضيف القيمة اللي انت هتكتبها. مش هي مش هيمسح القيمة القديمة ويكتب الجديد. فانت هتخليه هو بوليان فهتخليه بترو. هو القيمة بتاعته بفولس. تمام? ولما تجي تستخدم ما تستخدمش write. ممكن تستخدم ابند. تمام? ابند دي بتلحك ايه? يعني مش بتمسح بقى. يعني لو في دليت واكتب له مسلا اكتب فرست نمبر مسلا. نمبر. فاول هنا ايه? هيلحق بالفايل مش 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 هيمسح القيمة القديمة وبعد كده يكتب القيمة الجديدة. فان هتخليه الاول ايه? انه ننزل الساطر الاول بعد كده نكتب فرست نمبر. تعال نشوف كده. بص. عمل كتب دليت وبعد كده ايه فرست نمبر. تعال بص. او. اه كتب ايه دليت وبعد كده فرست ايه نمبر. تمام? فيبقى قابند هنا بطلحق بالفايل. انما write بتعمل ايه? بتمسح القديمة وبتكتب عليها. تمام? فده ده خلاص كده احنا ايه? ده الجزء الاولان من الحاجة اللي احنا عملناه. يبقى احنا هنا خدنا ازاي تكاريت فايل. تمام? اه ودي اتراي والكاتش عشان لو حصل اكسبشن للحاجة. تمام? وهنا ازاي تقرأ من فايل? تستخدم الفايل ريتر. وهنا ازاي اه تستخدم البوفرد ريدر عشان تقرأ من الفايل? اه تمام? اه والبوفرد ريدر المعيد تقريبا بيستخدم من السكنر عشان يقرأ من الفايل. فالبوفرد ريدر اسرع و اكبر مساحة من السكنر. تمام? فانا استخدمته يعني. والمعيد برضو بيستخدم تقريبا عشان يقرأ برينت ريتر. بس انا استخدمت الريتر. اللي هو الفايل ريتر تمام? هي هيها يعني هي هيها بس اه يعني انت ممكن نفس الخطوات يعني. فانت اللي انت تحبه اشتغل بيه. بس ده الاحسن يعني. تمام? دي الحاجة الاحسن دي الاسرع يعني. تمام? ده كان الجزء الاول من البتاع دي. الفيديو ده. وجزء التاني بقى هن هنكرت البروجيكت. تمام? تمام? اه دلوقتي بقى هنبدأ الجزء التاني من الفيديو ده. وهو بقى احنا هنعمل البروجيكت كامل. طيب احنا اول قبل ما تعمل البروجيكت كامل لازم تتحدد انت هتعمل ايه الاول? اه انت انا هشرح لك الفكرة. هنعمل كل العمليات ديت على التيكس تفيل. بقى اي بالبروجيكت اللي احنا هنعملوه. وانت بقى بدمرك بقى ايه بالبروجيكت بقى زي ما تحب يعني تتعمل البروجيكت يعني هو هيبقى نفس الخطوات او انت ممكن تكتب لوجيك يعني احسن مني او اللي انت عاوزه يعني. تمام? بس انا هاديكي الفكرة الاول. طيب. اه دلوقتي المشروع الفكرة اللي في دماغي ان انا مسلا عاوز اه شفت اللي هو السجل الميدني كده. عاوز اه اعمل زي نظام السجل الميدني. وهيبقى عندي ممكن اضيف شخص جديد. ممكن احذف شخص. تمام? وممكن اعدل على بيانات شخص. وممكن اقرأ اه شخص بالايد بتاعه. وممكن ايه? اه اكارية شخص جديد. تمام? ممكن اعرض كل الاشخاص. هنأعمل الحاجات ده كلها. طيب اه انت عشان تعمل الشخص تعمل سيستم زيتها لازم تحدد الحاجات اللي انت هتعمل. اول حاجة اه هيبقى عندنا اسمها يوزر. تمام? الوزر ده اه او اللي هو البرسون دي هنخزن بياناتها يعني المفروض هنخزن بيانات بتاعة كل في الو في الديتابيس او التكست. تمام? فهيبقى عندنا ايه? ده اللي هي هتبقى الكلاز. طيب البرسون ده اه الاتريبيوتس بتاعته ايه? الاتريبيوتس بتاعته مسلا الاي دي. اللي هي الخصائص يعني. الاي دي وايه تاني النام. ماشي? والآتش. وآآ ممكن ايه تاني? آآ ممكن الجوب. وممكن الآآ ايه تاني الادرس. ايه دي دي ار اي اس اس. تمام? ايه دول خمسة ايه? دول خمسة ايه كولومز. تمام? فانت كل ما تيجي بقى تضيف برسون جديد في التكست آآ فايل بتاعك. في التكست فايل هيبقى ايه? على نظام رو كده. واللي تحته هيبقى ايه? بيرسون تاني وهكذا. طيب. عشان نعمل الحاجة زي دي بقى لازم نعمل كلاس جديدة اسمها ايه? بيرسون. تمام? ده اللي احنا نخزن بياناته. فتعاها هتروع على السورس هنا وتعمل نيو. وبعدين جوفها ايه? كلاس. ايه لازم الكلاس تبقى ايه? اه تسمى اول حرف فيها كابيتل. تمام? فهنكتب بيرسون. بيرسون. ماشي? طيب. ايه? هنا بيرسون اتعملتها. اول حاجة احنا قلنا عايزين نعمل ايه? اه نعمل الاي دي. تمام? والنام والاج والجوب والادرس. الاي دي بقى ممكن يكون او ممكن يكون دابل او لانك انت مش تعمل على عمليات حسابية اه. طيب ممكن نخلي بس. بس هنخليه ايه? برايفت. عشان اي حد من بارك لاز دي ما يقدرشي اكسس عليه. اه برايفت اه سترينج. اه اي دي. طبعا? وعندنا اي تاني. برايف برضو. برايفت سترينج. ماشي? و اه اي تاني. خلينا نخلي اي تاني. احنا نخلي تمام? من خلينا نخلي�نا ايayش? اه اه لأ اه برايفت اند. اي اي ج. تمام? وهو عندنا اه آآ آآ wordعم muslim. اه اه كده انت عملت الايه الكلاس بتاعتك اه طيب دي الايه الاتريبيوتس اللي عنا هي كلاس بتتكون من اتريبيوتس و ايه ميسودس ايه اتريبيوتس دي اللي هي الخصائص و اللي تحت بيبقى الايه الميسودس الميسودس دي اللي هي الفنكشنز يعني بس لما بتكون كلاس بيبقى اسمها ميسودس ميسودس تمام اه الميسود اللي احنا عايزين ناعمل اول حاجة عاوزين اه نكارية القونسترڥتور Turner ده اللي احنا هنبرسي عن باصي الكيم لو جينا مسلا ناخد object جديد من من النوع person المفروض هنددله id و Begin to name و child job و joy wo address و عشان تباص الحاجات دي لل person الجديد لازم يبقى عندك كونسترقڥتور او او ممكن بقى تستخضر اه؟ guitar و statر بس انا ها استخضر هكتفي بالكونوستراكتور. ماشي? فالكونوستراكتور بيبقى اسمه نفس اسم لايه? الكلاس. الكونوستراكتور ده برضكي او طابر بيرسون. اه طيب. اه والبيرسون ده المفروض هتدي له هنا اه براميترز تمام? هتدي الكونوستراكتور ده براميترز. وبعد كده هتساوي اللي عندك بتاعة الكلاس بالبراميترز اللي انت هتبصيها. عشان لما اخد يعني. طب خلينا اول حاجة نسميها عشان نستعمل كلمة زيس هنسموهم بنفس الاسم البراميترز. اه? فاول حاجة ماشي. نام. خلينا اه انت اه انت ايج. اه وسترينج. اه جوب. ماشي. اه وسترينج ايه? ادرس. 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 ماشي. المفروض بقى هنعمل ايه? المفروض الاتريبيوتس البراميترز اللي انا بسطها هنا للكونستراكتور المفروض اساوي ايه? اساوي اللي عندي نول بيها. بالاتريبيوتس دي. فبس انا عندي البراميترز هنا بنفس اسمائي الاتريبيوتس. عشان اه افرق بين الاتريبيوتس بتاعتي. والبراميترز دي فبستخدم كلمة زيس. زيس بتعود على الاتريبيوتس بتاعت الايه? الكلاس. تمام? فانا عاوز الاي دي اللي فوق. فاكتب زيس? دوت اي دي. تمام? ده بتاع الكلوس? هيساوي ايه? الاي دي. الاي دي بقى التاني ده اللي هو اللي هو هنا. تمام? اه وزيس. لو تلاحظ هو بيعلم لك عن نام اللي فوق اهو. بيساوي و لما اجي اساوي ابقى بالنم بكة بس كده. فهو هيساوي لك بالنم اللي هنا. تمام? اه وزيس. ايه بقى؟ ايج. ايج? بيساوي ايه لأي göz bi فوزيساوي اوزيس ايه دوت جوب السهول ايه الجوب اوزيس دوت ادريس اميشي بيسوي ايه الادريس طيب انا انا اعوز اعمل ايه اعوز اعمل اعمل تانية اعوز دالكن استراكتور تمام اعوز اعمل 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 اتعرض لي لما اجا استدعيها من طبعا انا ما اقدرش استدعي دول عشان هم برايفت يعني انا مسلا لو اخدت اوبجكت من البرسون وجيت استدعي اي اتريبيوت من دول مش هينفع عشان دول برايفت تمام عشان تقدر تستدعيهم بتخللهم فانا عايز اعمل بقى تجيب لي بيانات اليوزر لما اجا اعمل بيرسون دوت ايه كزا يزهر لي ايه المسود اللي هي جيت يوزر داتا مسلا فانا اعمل بابليك اه بابليك اه جيت هنسميها ايه بابليك سترينج هنخليها ترجع سترينج بقى تنمون عشان هنبقى هنحول الداتا دي كلها ماشي بابليك سترينج جيت يوزر ايه داتا تمام وكل اللي هي هتعمله هترجع لي ايه الاتريبيوتس دي كلها على شكل رو على شكل ايه صف كده عشان الصف ده نخزنه في ايه في الداتا بايه في في يعني هترجعهم لي على شكل ايه على شكل رو كده بس بقيم بقى طيب خلينا نشوف كده المفروض هتريتيرن ايه هتريتيرن سترينج بقى سترينج اللي هو عندك ايه بقى انا عاوز ارجع ايه اه الاي دي تمام الاي دي لو انا كتبت الاي دي كده على طول فهو برضه هي ايه طالما انا مش مباصي برامتر زهنة فهو هيعرف ان الاي دي ادي الاي دي بتاعة الاي دي زائد اه خلنا نكتب مسلا الاي دي اي يوزر عشان ده اي دي هيساوي ايه اه زائد زائد ايه الاي دي تمام وكده كده الاي دي سترينج يعني بس لو انت تكتب الاتجي كده الاتجي مش هينفع تجمع مش هينفع تجمع انتجر على ولا غالبا ينفع مش هعارف طب خلينا نسيبها كده وبعد كده ايه? لو حصل ارور ولا حاجة نبقى نحولها. تمام? اه زائد. اه اللي هو الجوب بقى. هيديني ايه? المفروض هيديني الجوب. زائد الجوب. والادرس برضو ايه? هكذا. الادرس. هديني ايه? زائد الادرس. طيب كده انا رجعت ايه? الحاجة اللي انا عاوزها كلها. هنجرب الحاجات اللي احنا عملناها دي كلها دلوقتي. دلوقتي انا عملت ايه? عملت ميسود بتركع سميتها جيت يوزر داتا. ماشي ايه? لما عمل اوجيكت جديد وديله القيم دي. فوجيتها استدعي الميسود دي. فهي تعرض لي البيانات اليوزر بالشكل ده. طب تعالى بقى ايه? نروح المين. ونمسح كل الحاجات اللي احنا عملناها دي. بس هنسيب اللي هو الكود اللي هو بتاع create file. تمام? وهنسيب ال static variable اللي احنا عملناها اللي هو string for name ده. طبعا هنعملينه static ليه? عشان الا static معناه ان العنصر ده او الاتريبيوت ده بيبقى فريد من نوعه. بس يعني اي اوبجيكت مسلا من يعني لو دي كانت كلاست اسمها بيرسون مسلا واعرفت اي 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 استاتيك سترينج مسلا فالستاتيك ده بيبقى واحد بس لكل الوبجيكت سلي انت ايه? الاتريبيوت ده هيبقى واحد بكل الوبجيكت سلي انت هتخدها من بالكلاس. يعني مسلا لو نسميه database.ticket وجد تكتب file name فهو هيديك برضو في كل مرة هيتبع لك ايه database.ticket. تمام دي كان معنا كلمة static يعني. هنسيب بقية كوت بتاع الفيل اللي هو بتاع create وهنمسح اللي هو بقى كل الحاجات دي. اللي هو والفايل 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 ايه؟ تمام؟ تمام؟ كده الفايل ايه شغال عندي؟ تعالى بقى ناخد object من القلاس اللي هاسمع person. اه برسن ماشي. اه برسن هتاخد object ازاي تكتب برسن. او public class ايه برسن. برسن بيساوي ايه؟ او برسن وان مسلا بيساوي نيو برسن. تمام؟ اهو يقول لك لازم تعمل import لها. اه 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 احنا سمينا برسن صح? طيب المشكلة هنا كانت ان انا ال class person دي كانت برر package اللي هي company. company. company دي. فانا كل اللي انا عملته كانت تحت ورحت شال ال person ونقلتها فين? اه عملت كده نقلتها في الايه؟ في ال company دي. ولما رحت على ال person استدعت الاسم ال package شايفوه? كتبت ال package com dot company. تمام عشان ايه يقدر ايه يراه يعني? والمين طبعا في الايه؟ في نفس ال package. طب تعالي هناخد بقى ايه person جديد? person? اراه هو ما فيش ايه مشاكل. person one بيساوي ايه person? ماشي؟ طبعا ال person محتاج ايه? اتريبيوتز. اول الواحد اللي هو كان اللي هو الاي دي وبعد كده النام. تمام? الاي دي مسلا هو سترينج فهنخلي ايه? واحد اتنين تلتة اربعة خمسة. تمام? ويه اللي هو النام? هنقول مسلا ايه? اه احمد. ويه ايه ايه اشرين. والجوب مسلا دكتور. اه دكتور. تمام? ويه الادرس طنطا مسلا. طنطا. 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 ماشي? المفروض هنا ايه يشتلل معي. بس عشان انت اخد اوجيك تجديد فبتكتب كلمة new. تمام? فهو انا اراه هو دليل يا جميلة ومش شغلها لان معي. فهنا person one بيساوي new person. الاي دي بتاع واحد نتة اربعة خمسة والنم احمد والاجي عشرين ودكتور ومش عارف ايه. طيب ال person ده في ايه الميسود زل لانا قادرة اكسس عليها من جوه اللي هي get person data. person one dot get a user data. انا مسامها user data تمام? فخلينا ناخد الميسود دي ونطبعها. نشوفها تطلع لنا ايه? system dot out dot print. نحطها هنا. person dot get user data. وتعالى نرامنا كده. ماشي. طبعا لايه? user id 1234. خمسة ستة. المفروض ده هنعمل مسافة هنا. ماشي. ماشي. وين ال H خلنا نعمل مسافة. واخد ال address. عشان ندي نهتبق تمام يعني. تعالنا راني تاني كده. ماشي. user id. id 1234. خمسة ايه طبعا. تمام? كده عملنا لايه? الكلاص اللي هي person. احنا مفروض هنخزن القيم. هنخزن القيم بدعاتها في ال Texas File في اokrat ال Olive Text اللي هنخدها من ايه في t рассказ file. اه وعملنا الايه? خدنا من zeit او. وعملنا ايه. اه وطبعا لايه. اللي هي التي جوه. طب خلن inserted livestock on영 Standard ix. بتاع ده. خلنا نمسح لأول الحاجات ده. قلت لك عشان نكتب لازم نعرف ناخد من ايه? من فايل ايه رايتر? فايل فايل رايتر. تمام? هنسمي رايتر. بيساوي نيو. ماشي. فايل رايتر. الفايل رايتر ده محتاج ايه? اللي هو الفايل نيه? اللي هو الباص يعني. محتاج باص. بس هو عادي ديك هنا ايه? اه ارر هنا. عشان انت المفروض تحطها بين try و catch. ليه? عشان ممكن يحصل لك exception اللي هو اللي ممكن يحصل لك بعد ما تيجي ترن بكل بتاعك. طيب خلنا انا اخدها cut ونعمل try a catch. try catch block try a catch. اه تمام? و ايه? المفروض ايه? catch بيبقى بعدها ايه? خلنا نعمل هنا exception. والمفروض input output exception يعني. عشان يبقى صح. تمام? بس انت لو كتبت exception عادي برضو. اه فsystem dot print a exception. طيب في الطريق هنا بقى هنعمل ايه? في الطريق هنا خلنا نجيب نص الشاشة كده عشان الناس يشوف. في الطريق هنا هنكتب ايه? اه هنعمل اه ناخد object من file writer تمام? اه وبعد كده عايزين نكتب بقى. بس انا قلت لك عشان عشان مسلا اه لما تيجي تكتب ما تمسحش القيمة القديمة. ما تمسحش القيمة قديمة وتكتب عليها فنعمل ابنت هنخليها true. اللي هو الاتريبيوت اللي هو اسمه الابنت ده. نخلي true. هو المفروض محتاج true. تمام? هو الابنت درها. ولما تجي تكتب ما تكتبش ما تعملش تستخدمش رايت. تستخدم ايه ابنت? هتقول رايتر dot ابنت. ابنت دي ممكن تكتب string. طيب ايه اللي احنا عاوزين نكتبه? اه عاوزين نكتب الاوبجيكت ده. اللي هو الايه? ال person واحد ده. طيب ال person واحد ده بقى جيب بياناته منين? من المسودة اللي هي ايه? اه person واحد dot get user data. دي اللي هترجع لل string. ودي طبعا بتستقبل string فاينفع اكتب. فهم جاي واخدها ايه? ماشي? قط كده. ماشي? وحطها هنا. تمام? اه وبعد ما بتكتب اهم حاجة لازم بتعمل close writer dot close. ماشي? تعال نشغل كده ونشوف. طيب تعال بس نشوف كده اهو. كتب لك في ايه? في ال database dot text اهو. كتب لك ال person اللي احنا عملناها. طيب خلينا نباير الحاجات ديات مسلا. نخليها ايه? اربعة خمسة ستة. وهنا اه مونة مسلا. والاجي عشرين نوتيت شار مسلا. وكايرو مسلا. تمام? تعال نشوف كده. اه تمام. اه هي هو اضافها جنبها. اضاف مونة جنبها. عشان انا ما عملتش ايه? عشان انا لما جيت اكتب ما عملتش اسمه ايه ده? ما عملتش فاصل. يعني المفروض ده نعمل فاصل. writer dot ابند برضو هكتب. بس اكتب ايه? اعمل سطر دي. اكتب سطر دي. سلاش ان دي. هتكتب لك سطر ايه? سطر دي. تعال نمسح من اول مونة جنب. user id. مش. طيب خلينا نعمل اه. ال view. سوف. سوف تراب دي. راب ورد هي راحت فيها. اه. سوف تراب. طيب. ايه. مش عارف ايه مونة من اول مونة بقى. طيب تعال بقى نشغل كده تاني. تمام. طبع لك ايه? اه المفروض نعملها قبلها نعملها قبلها مش بعدها. خلينا نمسح في الفائل ده كله. هو اول ما يجي يكتب يكتب البيانات بتاعة مونة الاول. تمام? طبع لك ايه? البيانات بتاعة مونة. ماشي. اه بعد كده. اه عاوزونه يكتب البيانات مسلا اه بتاعة احمد مسلا. يبقى واحد اتنين ثلاثة العيدي بتاعه. واحمد. اه ودكتور. ومن كايرو برضو ما فيش مشاكل. تعال نشوف كده. فطبع لك احمد ايه? احمد تحتها على ضو. طيب. تمام. كده احنا ايه? عملنا الريد. بس ده مش اللي انا عاوزه. اللي انا عاوزه ان عاوز اليوزر هو اللي ايه? اه يدخلي. يدخلي الخدمة اللي هو عاوزها. يعني مسلا هو عاوز ريد ولا ريت ولا عاوز ايه بس. اه المفروض بقد يبقى اول ما تجي تخش التطبيق بتاعك. يظهر لك ده هنا. يعني زي دي مسلا كده. تعال نشغل التطبيق ده كده. بص. لو جت تعمل لده بلد. هيقول لك ايه? بلزة تشوز اي ايه? 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 ايه نمبر. وهيبقى عندك بقى بقى واحد تؤد نيو يوزر وبرز اتنين تدليت وهكزا. طيب نعمل الكلام ده ازاي? ولو جت تختار مسلا واحد مسلا وعملت اضافة ليوزر مسلا. ماشي? ايه ايه بيانات? تمام? هي هيضيف اليوزر برسل ان ادت سكسسفولي ويرجعي ايه? يرجعك للخدمة تاني. يعني البرنامج هيفضل شكلها. لحد ما انت توقفه. لو دوست زيرو يخرجك من البرنامج. تعال ندوست زيرو كده. اهو. مش عارف اوقف لك البرنامج. طيب هنعمل الحاجة زيادية ازاي? تعال هنا بقى في نمسح الفايل رايتر. انا كنت بقريك بس هن نكتب ازاي? ماشي? وهنا نمسح البرسل ده. هنا مش هيبقى عندنا اللي هو ايه? الكوت بتاع الفايل ده. فنمسح دي برضو كمان عشان احنا مش عاوزين انها تطبيع. انا كده كده عارف ان اه. اه ماشي. انا كده عارف ان هو هيكرية فايل بس انا سايبها عشان مسلا لو انت خدت البرنامج ده على جهاز تاني. والفايل ده مش هيبقى موجود على الجهاز. فاول مرة تيجي تشغله فهو هيكرية الفايل. عشان ما تظهرش عندنا بس فايل او اي حالة. طب عاوزين نعمل هنعمل هنسميها هنعملها دي هتعرض ايه? هتعرض الحاجات اللي هيكت مكتوبة هنا. اه في اللي هي واحد مش عارف ايه وهكذا. طيب. تعال نشوف كده. نكتب ايه? هنعمل المسود ده هنسميها ايه? اه تبقى وانسميه ايه? مسلا. تمام? اه جوه المسود دي هنعمل ايه? طيب. اه جوه المسود دي هنعمل تمام? اه الويل لوب دي هنعمل جوها ايه? الويل لوب دي انا انا عايزة تفضل شغالة لحد ما انا ادوس زيرو. اول ما ادوس زيرو توقف. بس ايه غير كده هتفضل ايه? شغالة. طيب. اه هنعمل ايه? هنخليها ترو. ويل ترو. ويل ترو دي يعني ايه هتفضل في انفينيت لوب. تمام? يعني لو انا تعال انشغل كده اوريك بس البرينت هالو مثلا. تعال انشغل ده كده فهو هيفضل يطبع لما لا نهايي. بقى اه ما استدعتش اصلا. فتعال انسترعه في المين. في الابين اقواص المين? في المين الكرس. ايه? كان اسمها ايه? ايه? تعال ناخد اسمها من تحت المين. ايه اصلا جول المين. ايه? ايه اصلا جول المين? تعال انشيلها. دي اقواص ايه? دي اقواص الميل. طيب يقول للمفروض دي. تعال نتطفق مثلا. ماشي. المفروض نخلىها بيقول لك المفروض تخلىها عشان نوصلها ايه? تقدر تقدر توصلها من غير ما تاخد اوبجيكت من الكلاس دي. تمام? فديسبيلي سيرفز ايه? والديسبيلي سيرفز جواها ايه? جواها ايه? سيسلم لتبرنت هالو. فتعلن شغل كده. يفضل يطبع لك هالو ايه المالة نهائية? وبيتركز اتلاقي في الجنب وبيطبع هالو المالة نهائية. دعنا نوقف بس عشان ايه? وقف يعمل بتاع ده. بس. فهي هتفضل شغاله. والطور دي انا هتفضل شغاله المالة نهائية. طيب انا عاوز اعمل ايه? هتبع له ايه? الحاجات دي. طيب انا كنت تكذب ايه هنا? اه. بليز تشوز اني نمبر. طيب الاول اول حاجات نطبعها. تمام. اه المفروض اللي هيدخل ايه? اه المفروض هارضبه الاول وبعد كده ايه? هو هناخد دي كوبي كده. المفروض واحد اد نيو برسون. طيب. اه اد برس. اه برس اه اه برس اه برس اه برس اه برس ماشي هو هنا تحت هنا اه برس سري مسلا. ماشي هو اه كان هنا ايه تاني? اه. اه اه تعال Gröcer ك vite برس برس اخر حاجة بقى اللي هي الشرط بتاع الخروج بقى اللي هو بتاع اللي هنكسر بالايه? اللوب الانفينيتي لوب دي. اربعة هنعمل ايه? هنقوله بريس زيرو. اه خمسة او او بريس زيرو مسلا. اه اه تو اجزت. اجزت. تمام? اه ماشي. انت المفروض ايه? طب عطوله الحاجات ديت. او اه تعال هنعمل فاصل كده. المفروض بقى ايه? هتعمل شرط هتاخد هتاخد منه ايه? اه نمبر وعلى اساس النمبر ده هنعمل شرط. والشرط ده اه هنعمل بي ايه? الشرط اللي هنقضو ده. اللي هو الرقم اللي احنا هنقضو. هنعمل بالخدمة اللي هو محتاجها بالزبط. يعني مسلا لو دخل واحد هنخليه يدخل ايه? بيرسون جديد. ولو دخل اتنين هنخليه يحسب بيرسون. ولو دخل تلاتة يقضيت. ولو دخل اربعة ايه? يجيب بيرسون بالايدي بتاني. ماشي? اول حاجة هنستورن ايه? ايه في statement? طيب هنعمل الاول المفروض ندخل ايه? المفروض هنعمل ايه? المفروض هناخد منه رقم. وعلى اساس الرقم ده هن ايه? هنختار للخدمة اللي هو محتاجة. تمام? فعشان ندخل ناخد input من user هنعمل ايه? هنعرف scanner. ناخد object من class scanner. لما انت كنت بتجي تشتغل في c++. كنت بتعمل cn. طيب هنا في جافا بنستخدم. طيب هناخد هنستخدم السكانر ده في ايه? السكانر ده هناخد من ال user. فهنعرف scanner. تمام? و هنسلمي input. ماشي? بيساوي new scanner. تمام? وعشان اه تاخد input فهتعمل system. system هنا. تكتب جوال. هي محتاجة ال static parameter تقريبا. هتكتب system dot n. تمام? السystem dot n ده ده static من النوع input street. تمام? وده system ده class اصلا. اه تمام? فهنا ال input ده هنستخدمه في ايه? في ان احنا ناخد input من ال user. طب هنستخدمه ازاي? اول حاجة. اه المفروض انا هاعرض له القايمة دي. طيب بعد كده المفروض منتظر انا منه ايه? منتظر منه انه ده خلي ايه? اه رقم. تمام? فانا هاخد منه رقم ازاي? هستخدم ال input ده بقى. حاجة input dot next next end. طيب. اه المفروض انا هستخدم الرقم ده اللي انا هستقبله منه. اللي انا هستقبله بقى من البتاع ده من ال input ده. المفروض استخدمه في الشرط اللي هعمل به. طيب عشان هستقبله لازم هخزنه في متغير. فعمل integer. انت. انت اكس بيساوي ايه? بيساوي ال input dot next end ده. next end عشان ايه يقرأ متغير من النوع integer. وانت هنا خزنت اللي هو هستقبله في ايه? متغير من نوع ايه? انتجر. طيب. اه اه تعالى بقى نعمل ايه? الشروط. هقول له ايه? اف. الاكس. اول حاجة لو بيساوي زيرو. تمام? لو الاكس بيساوي زيرو. اه اكزيت. اه هنعمل اكزيت دي ازاي? هنكسر الرلوب ازاي? هنعمل بريك. تمام? بريك دي اه هتكسر الرلوب. تمام? اه طب الس اف. اه اه اف. هنعمل ايه? المفروض اكس بيساوي ايه? بيساوي اه واحد. لو الاكس بيساوي واحد. المفروض لو الاكس بتساوي واحد. هنعمل ايه? ادل النيوزر. طب تعالى نشغل دلوقت كده نشوف ايه اللي هيحصل. طيب. اه بليزي تشوز ايه ايه سيرفس. تمام? وهيقول لك هنا ايه بريس واحد تقاد نيو بيرسون وبرس اتنين وهكس. فهو المفروض مستقبل استنى منك امبوت. طب لو انا دوست ايه زيرو هنا. زيرو كده. اقفل ايه البرنامج. واقسر اللوب وبالتالي اقفل البرنامج. طيب. المفروض لو ما دوس واحد بقى يعمل ادل نيو بيرسون. طيب انا هضيف نيو بيرسون ازاي? المفروض هاخد اوبجيكت من الكلاس بيرسون. وبعد اما اخد اوبجيكت من الكلاس بيرسون. اه وادخل البيانات او ام جاي ما خزنها في التكست ايه? في التكست فايل. طيب. اه هعمل لانا الكلام ده ازاي? المفروض مش انا اللي هدخل بايدي كده يعني مش هكتب بيرسون. اه مش هكتب بيرسون. بيرسون. بيرسون مسلا بيساوي ايه? نيو بيرسون. ومش انا اللي هتديله البرامتر زي كده الاتريبيوتس بايدي. لا المفروض الراجل ده هو اللي هيدخل ايه? اللي هيدخل الاتريبيوتس. وبعد كده انا هباصيها للوبجيكت ده. طيب انا اول حاجة محتاج ايه? اول حاجة محتاج ال اي دي. بعد كده محتاج النام والاج والجوب والادرس. هقول له هتبع له كلمة كده. تمام هقوله ايه? آآ انتر انا آآ 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 اي دي. تمام? او اي دي او اي دي فور آآ تو كريات اي زانيون. او اي حاجة انا الممكن انتر اي دي اي اي حاجة انتر اي دي وخلاص خلاص نسميها انتر اي دي المفروض هي اتبع الانتر اي دي طيب بعد ما يتبع الانتر اي دي المفروض الراجل انت بقى هتدخل اي دي طيب الاي دي احنا كنا وردينه هنا من النوع ايه من النوع سترينج طيب هناخد منه الاي دي هناخد منه الاي دي ازاي هنعرف اسمه من النوع سترينج تمام ونسميه ايه اي دي ماشي والآي دي هيساوي ايه؟ هيساوي input اللي هو الاسكنر اللي احنا مستخدمينه عشان ناخد الـ input من الـ user .next .next دي يعني هو Aira String طيب وبعد كده هنكرر بقى انت المفروض ده عندك الـ name والـ age والـ job والـ address بس الـ age هو اللي يبقى انت فتعالا نجرب كده تعالا نغير please enter your age تمام؟ وخلينا نقول دي ايه؟ integer بقى ماقول الـ age-int تمام؟ وهيبقى next-int مش next next-integer عشان يقرأ integer اه انا مسمى اه ده الـ id اه ده الـ age تمام اه وبعد كده عندنا الـ name وبعد كده الـ job وبعد كده الـ address طب خلينا ناخد الـ name الاول قبل الـ job والحاجات اللي كلها system out ايه؟ please enter your name ماشي؟ المفروض هنا هاخد منه برضو string name هيساوي ايه؟ القيمة اللي هترجعلي بقى من الـ input اللي هو يدخله الـ input dot next عشان هقرس string وبعد كده هيدخل الـ age وبعد الـ age المفروض job والـ address فتعال ناخد دول كده واحدة للـ job واحدة الـ address your job وهنا ايه؟ your address و هنسمي ده بدل الـ name job وهنسمي ده بدل الـ name address تمام؟ المفروض بقى ايه؟ انت اخدت منه الحاجات دي كلها انت استقبلت منه الـ id وخزنته في string واستقبلت منه الـ name وخزنته في a في string واستقبلت منه الـ age وخزنته في integer واللي هو الـ age واستقبلت منه الـ job وخزنته في ايه؟ اسمه job واستقبلت منه الـ address وخزنته في ايه؟ في string اسمه address طب بعد كده المفروض بقى المفروض انت هتكتب هتنشئ person جديد وبعد كده ما تنشئ person ده تضيفه للـ text file طبعا هننشئ person جديده ازاي؟ نكتب person 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 one او person وخلاص بيساوي new new عشان نعمل person جديد person طيب الـ person ده محتاج ايه؟ محتاج حاجات اول حاجة الـ id طيب الـ id هندي له id منين؟ id منين؟ الـ i ده هو احنا معرفين string id فهنبص الـ id هنا تمام؟ وبعد كده هتلاقي محتاج هنا string name فهندي له الـ id اللي احنا استقبلناه وبعد كده الـ age تمام؟ وبعد كده الـ job احنا الـ job والحاجات ده احنا معرفين ايه وبعد كده الـ address تمام؟ فكده انت خلاص انت كده عملت object جديد طيب الخطوة اللي عليك دور ايه؟ الخطوة اللي عليك دور انك تعمل writer جديد المفروض بقى هنكتب الـ object اللي هيتنشئ ده اللي الـ database A اللي هو الـ text اللي هو الـ text file ده طيب هنكتبه ازاي؟ هتعرف زي ما كنا بنعمل بالظبط بس هنا بقى هتعمل ايه؟ هتعمل trycatch trycatch هي لها عشان انا قلتلك الـ writer هنعمل writer الاول firewriter بيساوي هنسمي writer مثلا بيساوي ايه؟ new firewriter تمام؟ والfirewriter محتاج ايه فايل ايه؟ وقلنا عشان ما يعملش overreal على التكست اللي موجود هنخلي الـ append بايه؟ بترو تمام؟ بس هيقول لك هنا الـ firewriter عشان تستخدمه لازم تحوطه ب trycatch فهنحوطه ب trycatch تمام؟ نحطه جوة trycatch block وبعد كده ايه؟ نعمل نخليه بعد exception وخلاص print exception south exception اللي هو اللي احنا معرفينه هنا ده تمام؟ وعاوزين نكتب بقى ايه؟ الـ person ده الـ person ده انت خلاص انت بسيطله القيم بعد ما تخدها من الـ user فانت ممكن تكتبه على طول طبعا انت لو تلاحظ ينات text file فاضي ماشي؟ فهتكتب الـ person ازاي هتستخدم writer dot append ماشي الـ append ده المفروض عن بس ايه؟ المفروض عن بس string فهنبس ايه؟ الـ person ده تمام؟ وبعد ما تبس الـ person الـ person اه ماشي new person اه انت هنا هتبس الـ person على هية ايه؟ انت مش هتبس الـ person كـ object انت هتبس الـ data بتاع الـ person طيب الـ data بتاع الـ person ده هنجيبها منين؟ كنت انا معرف لك مسود هنا اه بترجع الـ string اللي هي get user data طيب get user data دي جوه الـ person فهنعمل dot person dot get user data وهي الـ append مستنية منك ايه؟ مستنية منك string فخلاص انت هتعمل الـ writer تمام؟ وهتبعت ايه? user data هتكتب الـ user data بس بعد ما تكتب عاوزين ننزل سطر تمام؟ يبقى writer dot append برضه تمام؟ وهنعمل a slash in وبعد كده ما نتخلص كتابه خالص هتعمل writer dot a close ماشي؟ طيب تعالى نجرب كده بسم الله الرحمن الرحيم هو اقول لك ايه بعد طبع لك الحاجة ايه؟ وايه وطبع نبتك استفال فهنختار ايه واحد a new person ماشي؟ هيقول لك enter ايه؟ ايه بلز انتر ايه دي؟ واحد نين ثلاثة ايه enter your name مسلا احنا وهيقول لك enter your age ايه 20 ماشي؟ وهيقول لك job teacher مسلا و please your address تمام؟ او المفروض هنا ايه؟ طبع دخل ال person تعالى نروح نشوف كده ال person اضافة تمام؟ يبقى ال person هنا ايه؟ اضافة دخل ال person كده تعالى نضيف person اه جديد هو هيفضل شغال بقى هيفضل شغال هدوس واحد هيفضل شغال لحد ما دخل zero لو دخلت zero هيبقى واحد مثلا id بتاع واحد اه وهيبة مسلا اه وعشرين مسلا وجوب اه دكتور مسلا وعلى سبيل المسال كايرة ماشي المفروض ايه؟ اضاف لهيبة طيب اضاف لك هيبة فين؟ في الايه؟ في السطر اللي تحتها هوا تمام؟ يبقى انا كده ايه؟ بقيت اقدر عامل الاتكست فايل بتاعي طيب حلو الكلام جميع اه طيب تعالى نجرب كده لو انا جيت مسلا اه ادخل اه ادخل اه دخلت مسلا ال id واحد الانتراتة اربعة واجيت ادخل النام كتبت له احمد ومصدره والصباحي تمام؟ واجيت ادوس كده هديني ايه؟ اه انتر يور ايج وهديني ايه؟ اكسيبشن طيب اه المشكلة دي اه حصلت ليه؟ المشكلة ده حصلت ليه؟ اه طبعا ال id هو ايه هنا بص يا سيد وانت طالما اه عملت امبوت كده سكانر اللي هو امبوت ده فهو بيستقبل منك كلمة واحدة بس تمام؟ كلمة ايه واحدة او مجموعة او مجموعة string هيستقبل منك ايه مجموعة string كده بس كلهم مش هيبقى بينهم مساطر فانت لو جلت دوس مسطرة اه لو دست مسطرة او كتبت اه اه كلمة جديدة او حراف جديدة فهو هيعتبر كده اللي انت نزلت على ايه؟ على ال امبوت اللي بعده طيب ال امبوت اللي بعده بعد ما انا دخلت ال اه النام تمام؟ المفروض هنا ايج المفروض هدخل ايج بس ال ايج انتجر وانا المفروض اعاوز وانا لما جيت ادخل ما دخلتش انتجر دخلت string طيب فهو عشان كده اداني exception تمام؟ فانا المشكلة دية انا عاوز اكتب اسمي كامل لو عاوز اكتب اسمي كامل بمساطر بكل حاجة انا هتغلب على المشكلة دي ازاي؟ المشكلة دي ازاي؟ يعني مثلا ما خلهوش يقرر السطر اللي بعده الا لما دوس enter هتغلب على المشكلة ازاي؟ هتطلع فوق في الاسكنر الاسكنر ده وعندك method اسمها don't use delimiter تمام؟ used delimiter دي بتديها جوه pattern محدد pattern ده هو ايه؟ pattern ده على اساسه بيوقف اراية تمام؟ فهو default بتاعه بالمسطرة يعني لو دوست مسطرة هيوقف اراية طيب انا عاوز اخليه يوقف اراية ويخش على بعده بس بعد ما دوس enter طيب الانتر ده اللي هو ايه؟ اللي هو سطرق دي فهعمل له slash in طيب تعال نجرب كده خليك بس فاكرة use delimiter دي بتعمل ايه؟ واحد اهو ماشي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة مسلا وإنم احمد الصباحي تمام؟ وهو اشتغل عادي تمام؟ وانتر يور ايج هو ما دخلش على المدخلش يقرر الامبوت اللي بعده اللي هو الامبوت اللي بعد ما انا دوست enter اللي هو سطر جديد اللي هو الشرط اللي انا مدهوله هنا use delimiter دي هي اللي بتشروط عليه طيب لو انا مسلا كتب له هنا ايه؟ اللي بعد الايه؟ يعني مسلا شلت دي كده وشلت دي كتبت له ايه؟ فاول ايه هيشوفها هينزل عا السطر اللي بعده تمام؟ فخلينا نخليها ايه؟ slash n كده وهندخل الage مثلا واحد وعشرين والجوب اي حاجة والادرس اي حاجة ماشي؟ فهو كده ايه؟ ضفل الperson الجديد اللي هو احمد اهو 1-2-4-5 وهكذا انت ممكن تنسك الحاجات دي اللي هي user id ممكن يعني في المسود اللي هي get user data تنسك يعني الاشكال كده وتحط مسلا ساهم وهكذا ماشي هو اقول الحاجات دي string يعني اه طيب انا عاوز بعد ما اخلص اعمل person جديد واكتبه اطبع له ايه؟ person added successfully system dot out ايه؟ person person added successfully طيب 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 نشغل كده طيب نشغل كده طيب نشغل كده ماشي هنعمل واحد هنختار واحد الوقت وعدين هنكتبه على ايدة اربعة مسلا و your name هودا مسلا و الage 15 و job ايه؟ job teacher والادرس مسلا اي حاجة تمام؟ فهو ايه؟ person added successfully بعد كده ايه؟ نزل طبع ايه؟ كمل في الويل لوب بعد ما خلص الف وخرج منها السف وكمل ايه؟ طلعي الف لفة تانية في الويل لوب لو جت شوف هنا هتلاقي ايه؟ 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 انا من رأي نخلي الage string تمام؟ ونقراه عشان انت مسلا لو لو جيت تدخل اي حاجة فما يدكش exception يعني انا مسلا لو جيت في الage هنا ايه؟ اه؟ اه؟ واحد مسلا و ال اي دي واحد والنام اي نام والage مسلا جيت تدخلت له ها ادني exception تمام؟ فانا اخلي string احسن string تمام؟ اه؟ اه؟ و هنخليه دي بدل next int تمام؟ هو ها يدين error هنا لان الage اه محتاج int وانت من دروس طبعا انت نغير دي ازاي؟ هنغيرها من هنا من من الكلاس المفروض الage هنا كانت انت نخلس string تمام؟ وتحت هنا في البتاع ده في البرامتر ده هنخلي ايه؟ الage بدل ما هو انت نخلي string تمام؟ يبقى انت كده عملت اول حاجة اللي هي ايه؟ add new person لو جيت تشغل هنا لو جيت تشغل كده انت ممكن بقى تحط شروط يعني انت ممكن تحط شروط على تعمل بقى اللوشيك اللي انت عاوزه يعني بس انا يعني ايه؟ قلت نحلها بكده وقال يعني لو دخلت الage هنا اي حاجة هيقباله برده تمام؟ فهو عشان احنا عملينه string تمام؟ انت ممكن تحط الشروط بكده ده اللي هو ايه؟ ازاي هنقرأ؟ هنكتب على الفايل طيب هنقرأ ازاي بقى؟ هنشوف دلوقت طيب انا دلوقت خلصت اللي هو الجزء بتاع الاضافة عاوزين بقى نعمل الجزء بتاع الاراية اه بتاع الحزف كنا قلنا انا لو دخل اتنين هيعزف ايه؟ هيعزف person طيب خلينا الاول نشوف الاقواز بتاعت الـ وهنعمل ايه؟ الاقواز بتاعت السف تانية بقى السف لو الـ اه انا اقول له هنا الـ باتنين لو باتنين هنعمل نمسح برسون تمام؟ طيب انا عشان نمسح برسون هعمل ايه؟ المفروض هقرأ المفروض هدخل مسلا اي دي او او نيم بتاعات برسون او اي حاجة اه وعلى اساسه هيقرأ الـ اللي في الـ اللي في الـ اللي في الـ كلها وبعد كده يمسح للـ الـ 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 كله وبعد كده يضيف ايه؟ اللي هي المفروض بقى اللي هو اراها في الاول طيب اول حاجة اه عشان نعمل حاجة زي دية الناس على الـ على كده بيعملوا اتنين تيكست تمام؟ وبيعملوا واحد يعني واحد بيبقى نسخة والتاني ده اللي هو الاساسي وبيعملوا ما بينهم شوية لوجك كده وبيعملوا نفس الـ بيعملوا ايه؟ بيطبقوا الحتة بتاعة المسح دي اه انا مش هشتغل كده انا هممكن اه جات لفكرة تانية يعني ان انا اعمل تمام؟ والـ ده هنشوف الرجل هيدخل الكي لو الكي مسلا اه لو كان اسم احمد الصباحي مسلا ويه اللي هو بعد ما نقرأ بقى الـ اللي هو اللي على الدور ده بيحتوى على احمد الصباحي مش هنضيفه للـ غير كده غير كده هنضيف ايه؟ الـ الداتا بقت الداتا محتوى بتاع للـ وبعد بقى مخلص قراءة خالص قراءة الفيل كله ومسحت بقى وممسحتش ملقتهوش فقم ناعل الـ الداتا اللي انا خزنتها في الـ كلها تمام؟ هنقلها الايه؟ هعمل لها راية للايه؟ للفايل ايه؟ التكست ده التكست فايل ده طيب اه اول حاجة انا عاوز ايه؟ هعرف عندي طيب الـ ده انا هعرفه فوق في اللي هو في الـ في الـ من فوق ليه؟ هعرفه من فوق عشان مسلا انا لو لو عرفت جوة الـ هنا مش ه وحتاجته مسلا في حتة تانية برا الـ الـ مش هقدر اكسس عليه التاني حاجة عشان انا في كل دورة محتاج اه امسح الداتا اللي فيه افرض انا مسلا مسحت عنصر والـ متخزن فيه داتا وبعد كده في الدورة اللي جاية هيبقى فيه نفس الداتا فانا مش محتاجها محتاج الداتا الجديدة اللي تخزنت فانا هعرف الـ من النوع ايه؟ سترينج سترينج تمام؟ وهنسمي الـ هيسوي ايه؟ هو برضو خلاص برضو الـ تمام؟ اه ممكن تكتب هنا او ممكن لا خلينا نكتب هنا ولو ما كنت بتاعش برضو عادي يعني تمام؟ انا هنا عند الـ الـ تبقى فيه شوية مثل زي كده زي الـ تمام؟ ايه؟ اه جيت بتجيد العنصر اللي في الـ المؤين وهكذا تمام؟ انا هنا كده عرفت تبقى انا هعمل ايه؟ المفروض الاول ها ارى ايه؟ الداتا اللي في اللي في البتاعات الاول اللي في المرة كله طيب اه اول حاجة اعاوز انا لما اجاب حاس عن عنصر عشان احذفه هبقى محتاج سرش كي يعني انت هتديني سرش كي وانا هعمل شرط لو السرش ده كده هو المطابق عليه الشرط فهتحزفه تحزف الليم كله لو لو لا مش هتحزفه خلنا نعمل سترينج الاول ايه سرش سرش كي تمام وهتخلي ايه بيساوي بيساوي امبوت دوت نيكست امبوت دوت نيكست ليه عشان السرش كده انت اللي هتدخله يعني انت اللي هتدخل السرش كي انا اقول له مسلا اا system to add.print enter any id or word to delete a record record ده ده اللي هو الصف يعني اللي هو ده اسمه record يعني لو دخلي مثلا كلمة او اي دي فهو هيحزف للصف ده طيب انا بعد ما قرأته هعمل ايه بقى المفروض هقرن بالسرش كده طيب السرش كده هعمل بي ايه اول حاجة هقرى التكست فايل تال اول كله تمام هنقول اا بوفر ريدر وهو محتاج فايل ريدر بيحتاج جوه فايل ريدر بس بيحتاج اوبجيكت فانت ده anonymous object هتعمل نيو تمام ازل انك بتاخد اوبجيكت عادي بس سواء anonymous يعني وجوه الفايل ريدر بتديله الفايل نيم اللي هو الباص يعني طبعا الفايل نيم احنا جايبينه معرفينه فوق static طيب اا هديك ارر هنا عشان انت لازم تحوطها بتراي كاتش تعال انحوطها بتراي كاتش بيدينا احنا ناخدها قط كده تراي وبعد كده كاتش ماشي هتلاقي تراي كاتش اكتر او في البروجيكت ده اا اا اكسبشن تمام يفضل يعني لو انت تعرف نوع الاكسبشن تكتبه تحدده انما لو مش عارف نوع فانت دي جينيريك يعني هتعرف كل الانواع لوحدها فاول حاجة هنحط هنحطه هنا تمام كده علينا الاكسبشن طيب هنعمل ايه المفروض هنعمل وايل لوب الوايل لوب دي هتلف على الايه على البتاع ده كله لا الفايل دا كل لو السطر الي علي الدور بيحتوي علي كلمة دي الي انت هتدخلها في هو يمسح لك السطر ماشي هيمسح السطر ازاي مش هيضيفه للPR it مش هيضيف السطر ده لPR it توب لو هو ما بيحتويش على السطر يبقى هيضيف السطر ده للPR it تمام وبعد اما يخلص خلص قرأة الفايل ده كله يقوم كاتبPR it كله في الفايل الجديد تمام طب خلنا نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي هنعمل ويل باش طب الويل دي هنعمل جبهه ايه المفروض الريدر dot read line النوت equal ايه اه to null بس انا دلوقت برضه اه عاوز اه متغير يقرأ لي اللين اللي على الدور فهنعمل برضه ايه اه اه هنعمل string string line تمام وممكن ما تدلوش قيمة يعني تمام اللين هيساوي ايه اللين اللين بيساوي ايه اه read line اللي هو current line اللي هو قرأ يعني تمام بس هتحطهم كده جوه اكواس عشان انت هنا بتصند قيمة وبعد كده بتقارن طيب تعال نعمل كده طيب تمام بشغال مال مين اه ال string فيه function اسمها contains تمام هتقول له ايه بعد ما انت قريت line اهو هتقول له اف ماشي اللين ده دوت اه دي طبعا المسو زي بي كلها طبع ايه ال string تمام فهتلاقي جيت بايتس وتقول هو واركيس وتقابر كيسو بتاعه انا عاوز content تمام ال content دي بتحطو جواه string برضه او sequence ايه اوف 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 اتشارز ليه string برضه لو هو هيحتوي على على البتاع ده على الكي على السرش كي والله مش هنضيفه للرلست طب لو هو ما بيحتويش هنضيفه تمام هتدلوه هنا لايه السرش كي تمام لو هو بيحتوي على السرش كي لو هو بيحتوي على السرش كي هتعمل ايه هنطبع الانصر اللي احنا هنحزفه سيزد منتقود اللي هو اللاين تمام اه وبعد كده نعمل continue continue دي مش هنضيفه الايه مش هنضيفه للرلست ده هو هيكمل بقى الدور على دول طيب else if else if او else او else تمام else اه هنعمل ايه هيبقى الرلست دوت اد ونضيف ايه اللاين ده تمام انا يعني انا مش عارف بقى نشارحة صح يعني كويس ولا ايه ولا الناس مش مش هتفهمها مني بس انا اتمنى ان الناس تفهمها يعني بيقولك هنا لو اللاين ده بيحتوي على السرش كي فانت مش هتطبع اللاين كله وهت continue continue ده يعني مش هتضيفه يعني هتروح في دورة جديدة في الويل لو لو اه غير كده بقى لو هو مسلا بيحتويش على السرش كي فانت هتضيف الايه اللاين للرلست فالرلست مسلا لو انت دخلت كي مسلا مش موجود في دول فهو هيضيف كل العناصر دي للرلست بعد كده في الاخر خالص لما نخلص الويل ديت نبقى نكتب بقى العناصر دي كل لها الايه لل اسمه ايه ده للفايل تمام طيب خلاص انت خلصت كده خلصت انت الويل خلصت انت الويل تمام جدا بعد ما خلصنا الويل بقى هن ايه هنكتب العناصر اللي احنا ضفناه للرلست هنعمل ايه هنقول تمام انت ايه يساوي ايه زيرو تمام والاي اقل من الريلست دوت ماشي والاي ايه بلاس بلاس ماشي هنعمل ايه المفروض هنكتب كل العناصر هنكتب كل العناصر اللي في الريلست اللي التكست فايل ده تمام طبعا نكتبها ازاي هنقول اول حاجة عشان نكتب نعم نعرف رايتر ايه فايل رايتر فايل رايتر هنسمي رايتر ويساوي نيو ايه فايل رايتر تمام والفايل رايتر محتاج ايه فايل ايه تمام اه هنكتب ايه بقى هالمفروض اه خلينا نعمل ابند تمام والابند ده نخليها ايه اه اه ترو اللي هي ابند عشان ما مايكتبش على انتو فاهمين بقى تمام مايكتبش على مايعملش اوفر رايتر على الجامل اللي موجود اه الريتر ده هنكتب ايه هنكتب اه دوت ابند تمام الريلست ماشي اوف اه دوت جيت هيجيب لك اللي متخزن في الريلست في الانديكس ده وبعد مايجيبه هيكتبه هيكتبه بقى في الايه فالداتا بيسد دوت تيكست ده يعنى هو هي هاي حيخش فالامند ده هيرأي الريلست دوت جيت فهو هيروح يجيب الاول العنصر اللي نتخزن في الريلست اللي في الانديكس رقم اي اللي ترتيبه اي تمام وبعد كده هيرجع له فالاسترنج ده هو يكون جاي كده وفي الاخر خالص بعد ما تخلص كتابة بقى بره الفورلوب بقى بره الفورلوب مش جوه الفورلوب لو انت كتبت ريتر دوت كلوز جوه الفورلوب فهو هيكتب لك اول قيمة واحدة وبعد كده هي الريتر خالص ومش هيكتب حاجة فهنخلي الريتر دي بره لايه الفورلوب بس عشان هو مش هيشوفها عشان هي ده الفورلوب هنا طب عشان نخليها بوبليكي هنحطها مسلا جوه العالم وصله عندي هنحطها جوه هنا ده في التراي تمام حطناها جوه في التراي عشان هنا انت في بلوكات بتاع الأقواس بتاعة الفور EST فهو مش هيشوفها تحت انما دي الأقواس بتاعة التراي ممتدة لحد تحتينا فهو هيشوف ريتر دوس كله. تمام? اه تعال نجرب كده الشغل اللي انا عملنا ده. انا همسح مسلا هدى. او ممكن مسلا امسح احمد الصباح. خلينا نمسح مسلا هبة. ماشي? هبة. هبة حسن. فعل. امسح هبة. ادوس اتنين بقى. هيقول هبة صح كده. تمام? تمام هو المفروض انا مسح هبة. مسحش هبة. طيب اللي حصل نفساني احدى. طيب المشكلة فين بقى? المشكلة كانت فين? المشكلة ان انا حطت الفير ريتر والفور لوب اللي هتلفة على الريلست والريت والابند والحاجات دي كلها جوة الطرية الاولانية اللي هي بعد الاف على طول. يعني هي جوة الطرية الاولانية. تمام? اه انا مش عاوز لو حطتها انت جوة هنا مش هتشتغل. ماشي? لان هو هينزل ينفز السطورة اربعة فهي مش هتشتغل لما تخطها جوة الطرية الاولانية. فانت عايزت تضيف العناصر دي كلها امتى بقى? بعد ما تخلص العملية دي كلها خالص وتملل الريلست. يعني مسلا هنشتغل دي جد. الفير ريتر دي. اه اه ادخل تمام? فانت اه اعاوز الاول تملى الريلست. مش مش تملى وبعدين اه تنزل تكتب. لا انا عاوز املى كله الاول وبعد اما خلص اه الويل لوب المالي بتاع الريلست وكل حاجة ابقى اكتب بقى. لان هو هينزل ينفز ده على طول. فانا هقوم جايش ده ده كده. الول فير ريتر اه اه وكل وكل الحاجات ديات. وشايف انت الاطرية الاولانية اه احنا جوة اكواس الاف او. فيه الطرية الاولانية اه. تمام? والكاتش بتاعتها اه اه. ماشي? انا بقى هحط السطور ديات اه بعد الكاتش اللي هي بتاعت الطرية الاولانية. وجوة الاف الاكواس بتاعت الاف. فانا هحطها هنا. طبعا انا هاديك ارور عشان انت بازم تحطها في تراي كاتش. تمام? فانا هم جايحة تراي كاتش. تراي كاتش تانية. يعني عندي كده اتنين تراي كاتش ايه? اه جوة الاف التانية. طيب اه وهنتبع ايه? وهنا هتحط الاكواس ديات. انت هنا هتكتب بقى بعد ما ايه? خلصت مالي الريلست وخلصت فحص الشروط بتاعتك على اللي هو الاتابيز دوت تيكست وبتاعتها. تمام? اه فهنا بقى حطناهم تحت اوه. وعد ما هنطبع اللي هو حصل اكسيبشن. بنت الاكسيبشن. وفي حاجة اسمها فينالي. ممكن نستخدمها بعد تراي كاتش. تابعهم بقى. هنكتب فينالي. والله فينالي دي هتطبع لنا امتى? في كلتا الحالتين. لو التراي نجحت او الكاتش نجحت. فالفينالي دي كده كده في كلتا الحالت هتطبع. فانا هتضح عشان عقب بس ان العملية تمت يعني. فاقول له system.out.printlain. اه هقول له.printlain ايه? done. تمام? اه وهنا اه دي يعني كنت طبع للانصر كنت بعمل دي باج يعني كنت بتشكي بتشكي الكودي يعني. تمام? اه وهنا هعمل ايه? اه بعد ما خلاص فحصنا ملينا الارريلست والعنصر اللي احنا مش عاوزينه مسحناه. هنكتب هنا بقى للفايل للفايل ده. الحاجات اللي احنا هنكتب الارريلست للفايل. فهنكتب الاول ايه? هنكتب اللي هو الارريلست.get العنصر اللي هو في اندكس اي وبعد كده هننزل سطر بعضه تمام? وبعد كده ايه? بعد ما اتخلص كتابة خالص هتعمل آآ ريتر دوت كلوز بس الرايتر برا الفورلوب. تمام? تخليك فاكر بان ريتر برا الفورلوب لان انت بتقفيله بعد ما بتخلص كتابة خالص. تمام? تعالي بقى انشغل كده. طبعا انا مسحت كنت اعمال بشوف الكود ايه المشكلة اللي في فمسحت كل حاجة وعملتها عاملها من جديد يعني. فانا هضيف هنا مثلا عنصر جديد. الاي دي بتاعه واحد اتنين. اه ماشي هو اتنين مسلا احضر. والجوب بقية اي حاجة. والادرس اي حاجة. تمام? هضيف عنصر كمان. اه الاي دي اتنين وهدى. ماشي? و اه خمسة وعشرين. والجوب اي كلام والادرس اي كلام. وهنضيف عنصر اه كمان. تمام? هنسميه هندول اي دي تلاتة وهنسميه ياس مين مسلا. ماشي? والاتج مسلا اه تلاتين والجوب اي حاجة والادرس اي حاجة. تمام كده ايه? العناصر الموجودة في في الوفيل اهو. تمام? تعال بقى نروح نجرب. احنا عايزين نحزف مين? نحزف هدى. ماشي? فانت لو كتبت اي حاجة من هنا بس تكون في الريكورد بتاع هدى. فحيحزف هدى. فحنكتب اتنين اه هندوس اتنين كده. اللي هو هيقول لك ايه? اه دخل حاجة اللي انت عاوز تحزفها. فحكتب هدى. تمام? اه طبع لك. طبع لك اه هدى. ماشي? اهو. بعد كده طبع لك ضن. ايه اللي حصل بقى? اول حاجة اه دخل هنا في الهيه الاف اللي هي اتنين دي. وقال لك ايه? دخل العنصر انت عاوز تمسحها. دخل ايه? اي حاجة من بيحتوى عليها يعنى. وبعد كده السرشي كيه بقى اللي انت دخلته. وبعد كده اللي ده عرفنا سترينج اسم لين. واللين هيساوي. عرفنا بفر بفرد ريدر. وبيقول لك. واللين ريدر دوت ريد لين لا يسوي نال. تمام? هتفضل شغال. يعني طول ما البتاع ده بتكستفايل مليانس طول انت هتفضل شغال. وفي نفس الوقت بتساوي اللين بالريدر ايه دوت ريد لين. تمام? اه في الشرط بتاعتي بقى بيقول لك لو اللين بيحتوي علي السرشي كيه. فانت هتطبع هتطبع اللين ده اللي هو هنا هوا. يعني مسلا اه هنا حزاف ليهو ده. حزاف ليهو ده هوا. تمام? اه اه طبعا للاول ايه? اللين. وبعد كده عمل continue. continue ليه? اه 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 اعملت continue عشان انا مش عاوز اضيف العنصر ده في الاريلست. طب غير كده بقى لو هو ما بيحتويش فلا مش عايز امسحه فانا هقول اللي هتطبع الاريلست تدوت اد وبعدين هضيف اللين ده. وبعد ما خلص اضفط اللين خالص. اه بعد ما خلص اللي عملية ده كلها. اه بعد ما اتشكل اه التيكست فايل كله. احمل اللي هو اللي هو الريدر اللي هو الريدر. اه باملل الاريليست بقوم جاي في الاخر بقى خالص بخارج باركاتش اللي هي الريلست دوت سايز دي هو بيحتاجه على مستدس ما دوت سايز بتجيب لك ايه عدد العنصر ده موجودة ده بوا تمام وبعد كده في الاخر خالص برا لفورلوب كتبت عملت ريتر ايه دوت كولوز فهو هنا هو زي ما انت شايف طبعا للأول اللي هو اللي انت عاوز تمسعه يعني هو كده لقاه تمام طبعا لايه الريوكور ده وبعد كده خلص ملي الريلست ونزل على ايه على اه هنا خلص العملية الرايتنج ونزل بقى ايه في الفينالي اه كتب لدان تمام لو جيت انت تشوف هتلاقيه برضو لسه شغال البرانوار لسه شغال ولو جيت تشوف هتلاقيه مساح للريكورد بتاعه ده اه ماشي اه فاضل بقى ايه فاضل تلات حاجات اللي هو update person وجيت person by id دول سهلين جدا انت طب الثانية واحدة هنشوفهم دلوقتي بوسوا يا سيدي هي نفس نفس الخطوات تمام اه هنعمل ايه بقى احنا خلصنا الايه اللي هي الايه دي ايه دي اه دي اقواص الايه اللي هي اتنية طب لس اف لس اف لس او ايه تلاتة هنعمل ايه هنمشي على نفس الخطوات اول حاجة انت كنت هنا بتسكيب العنصر ده احنا هنكتب نفس الخطوات ديت بس لما نيجي اه نعمل يعني نجي الراجلي يدخل السرشيكيه وهو لقى السطر موجود اللي انت عاوزت اتعدل عليه اه هو مش هيسكيب هو هيدوفل للنريلست بس هيدوفل للنريلست بعد اما اتعدل عليه طيب نعمل حاجة زي ايه هنعمل الاول اشان نعرف فيها ايه بفر ريدر بفرد ريدر كاتش واللي هنا اكسيبشن اللي هو الايه تمام وايه اه اكسيبشن تمام مش رازم تطبع الاكسيبشن يعني انت ممكن تعالجه باي حاجة بس انا يعني بطبعه بس عشان لو حصل اكسيبشن يعني تمام هتعرف بفرد ريدر برضو بفرد ريدر اه تمام وهتسمي ريدر بيساوي هيساوي ايه نيو اه بفرد ريدر البفرد ريدر محتاج اه اه ابجيكت نيو اه ابجيكت منه فايل ايه ريدر تمام هتدي له الفايل ايه نعمل اللي هو الباص تمام بعد كده هتعمل ايه بعد كده هتقول اه هتعرف عندك حاجة انت عشان تعدل على عنصر لازم مسلا تدخل الايدي بتاعه وتجيب العنصر الاول بعد كده هتعدل عليه فانت هتحتاج سيرش كي يبقى سيرش كي تلان اه بيساوي ايه هيساوي الامبوت دوت دوت نيكست ايه دوت نيكست ده انت هتدخله اه فانا هعمل ايه انا اللي انا هعمله هنا دلوقت هاتبع لك جملة اقول لك ايه بليس انتر ايه بليس انتر ايه بليس انتر ايني كي to update as a record تمام دخلت انت السرشك ايه طيب هنعمل برضو string نسمي line عشان نجيب line في كل مرة هنعمل string line تمام طيب هنعمل ايه بقى هنقرأ الdatابيس ده كله اللي هو الdatابيس تيكست طيب هنعمل نفس الشرط اللي هو فوق بس هنعمل ايه هنقول ال line هنعمل ال cosine الاول ال line بيساوي ايه بيساوي input لا مش input اللي هو اسمه ده كان read line وread line ده لو طول ما هو مش بنال سويلي line بالقيمة بتاعته اللي هو بيقراها ويه واتكمل ال while loop لو ما سواش نل يعني لو هو سوى نل هيكسر ال while loop طيب اهنا انت هتعمل ايه عندك برضو عندك contains هنعمل نفس الشرط برضو لو line dot contains search key هتعمل ايه طب لو line ده بقى بيحتوى على search key هتعمل ايه عندك method اسمها ايه line dot replace تعمل line dot replace دي بقى هتستخدمها ازاي هتلاقي بتاخد حاكتين اه بس بس قبل ما نقول ايه بتاخد حاكتين هنعمل الاول ايه اه هنعمل شرط هنعمل شرط لو هو بيحتوى على search key انا مش عارف الا انا كتبتو ده اصلا فهنقول if تمام line dot contains search key تمام هتعمل انت ايه المفروض هتستخدم line dot replace دي دي مسود في بتعمل ايه الربلايس دي بيتبتل اللي عندك طيب هتبتل اللي عندك ازاي بتديها انت ال value value ماشي واللي هي موجودة في ال line ده وتدها new value ماشي بتاخد ايه اتنين براميتر ازاي اه يعني مثلا على سبيل المزاع عندك هنا ال id باثناشر تمام اه ال old value بتاعته باثناشر طيب ال new value اللي انت بقى هتدخلها اللي انت هت ايه هتدخلها فانت لما تيجي تبحس انت لما تيجي تبحس ال هتحوق المفروض بقى انا هقول لك انت عاوز ايه انت خلاص العيناء يعني احنا في ال if دي لقينا ايه السطر ده فانا هتبع لك اقول لك ايه دخل ايه اللي انت اللي انت عاوز تبدله في السطر ده اقول لك system dot out dot print a line enter the text you want to change تمام وهستقبل منك ايه ال old value اللي انت عاوز تيبدلها بقى هتعمل هنسمي ايه old value old value تمام هيسوي ايه ال old value ده هيسوي input dot next و هتعمل برضو string تاني هنسميه new value enter the text the new text بقى the new text او زر placed text او ايه حاجة هنسميه new value new value ده اللي هو ايه new value ده اللي هو التكست الجديد اللي انت عاوز تقيد تحطه مكانة التكست اللي قديم ده بقى طب احنا نعمل ايه المفروض اللي ان ده هو اللي بيحتوى على الريكورد ده مسلا على سبيل المسال اللي هو الريكورد بتاع ياسمين ده فالريكورد ده احنا عاوزين نبدل مسلا ياسمين عاوزين نبدل ياسمين دي فهو هيدخل ياسمين ويدخل النمج جديد مسلا ايه اي حاجة سهيلة مسلا او نرهان او اي حاجة تمام اه فانت هتعمل ايه هتقول له اللاين اللاين دوت ريبلايس تمام محتاج منك اللاولد فاليو هو تمام والنيو ايه فاليو تمام كده هو هيبدل على اللاين ده هيبدل القيم اللي في اللاين ده تمام هيبدل ايه القيم اللي في اللاين ده طيب بعد اما انا بدل القيم بقى هعمل ايه بعد اما انا بدل القيم ديت هضيف اللاين اللي انا عدلت عليه لل هضيفه لل وبعد كده ايه اه هكمل عادي هضيفه عشان هو بقى ده تعديل فهم جاي واخد دي قط كده. اقول له تمام? وهضيف ايه اللي انت عملت عليه تعديل. طيب لو 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 ده مش اللي انت عاوزه هتضيف عادي بقى للت. ابقى وهتضيف الليين برضو عادي. تمام? من غير ايه تعديل. دي زي بالزبط بس الفرق اللي انت هنا عملت ضفت ضفت العنصر بس بعد التعديل. تمام? وهنا في اه اعملت ايه? عملت تمام? يعني ما ضفتش حاجة. بعد ما نخلص اللوجيك ده مش هنخش بعد نعمل ايه? دي الاقواص بتاعت ايه? هنشوف اه دي تراي. ودي الاقواص بتاعت. فينه الاقواص بتاعت? دي الاقواص بتاعت الايه? هنعمل بقى تراي كاتش تاني. وعشان نكتب الرياليستيك جديد بقى. تراي كاتش. ماشي? الاكسيبشن. الاكسيبشن اه? تمام? اه ماشي يا سيدي. هنقول له سيستن للعدد بنترين اكسيبشن. اه تمام? هنقول له اه رايتر. هنعرف اه فايل رايتر جديد. هنسمي رايتر دوت اه اه بيساوي نيو اه فايل رايتر. تمام? وهنساقدله الباص. تمام? الفايل رايتر دا عايز ان نكتب ايه? هنقول له رايتر دوت رايت. اه بس مش هنعمل رايت كده على طول. لازم نعمل فور لوب هتلف على الرياليست كله الاول. وفي كل مرة بتلف هنكتب السطر اللي موجود. فهنعمل فور. اه انت اه اه اي بتساوي زيرو. والاي اقل من اه الرياليست دوت سايز. تمام? والاي ايه? اي بلاس بلاس. اه هنعمل ايه? هنقول له الريتر دوت ابنت. تمام? اه طبعا متعرفين ابنت اتعمل ايه? اه المفروض هنقول له الرياليست دوت جيت. هيجيب لنا القيمة اللي في الاندكس ايه? اه الرقم اي. يعني اه مسلا الريكورد الاولاني في الاندكس في الاندكس رقم زير. والريكورد التاني في الاندكس رقم ايه? رقم واحد. ماشي? وهنعمل ريت. تمام? وبعد ما نعمل ريت هنعمل ريتر برضو دوت ابنت برضو ايه? هنننزل سطر. تمام? اه وبعد ما تخلص الفور لوب خالص? بعد ما تخلصها خالص. هتعمل بقى ايه? ريتر دوت كلوز. تمام? اه تمام. تعال بقى نجرب الموضوع ده. انت ندوس ثلاثة. هنشغل من جديد. وندوس ثلاثة. اوه احنا عندين هنا ياسميه. اه تعال لناخد قوبة كده. عشان ايه? لما نجي نعدل عليها. ندوس ثلاثة. الراجل هيقول لي ايه? انا هقول له ايه? ادخل ياسميه مسلا. ده ده السيرش اللي انا ببحث عنه. ماشي هيقول لك ايه? اه ده خلل بقى النص اللي انت عاوز تغيره. فانا عايز اغير ياسميه. ماشي? اه هيقول لك بعد اخلي الاسم الجديد. اسميه مسلا اه نور. تمام? اوه هنا ايه? خلاص المفروض التعديل حصل. تعال نشوف هنا كده. اه وغير الايه ياسمين ايه لنور. تمام? الحمد لله. طيب بقيتنا ايه دلوقت? بقيت اه اه جيت يوزر باي ايه? باي اي دي. اه اه هي سهلة اوه يعني انت اول اه يعني هي هتقول لو الاسمو ايه ده? الله ما اصلا لنا. هيبقى البفر ريدر برضو ان هي هيها بس مش هنضيف لي الريلست ولا هنضيف لأي حاجة. كل اللي انت هتعمله. اه لو هو بيحتوي على العنصر لو السرح كيه فهتتضاع له ايه? اه. Mode di تعالي اقومي لها. اه تحت هنا كده مسلا. اه اه الان اه لو اصلها النقي. اه الاكس بسوي اه? اربعة تمام? لو الاكس بيسوي اربعة. هتعرف برضو ايه? بوفر ايه? ريدر. اه ومش عارف ايه بتاع. فانحنا هناخد هناخد دي كوبا كده. تمام? كاتش بتاعتها. تعالى تحت هنا. بس هنمسع بقى الريلست. وهنمسع الالس. ماشي. وايه تاني. اه المفروض بناحط دي بين تراي وكاتش بقى. ماشي طب صانية واحدة. اه دي كاتش. هنمسع الكاتش. تمام? اه هتبقى عندنا هنا اه دول الاتنين فعايزنا احطهم ايه? بين تراي وكاتش عشان ما ايه ما يبدينيش تراي وتحت كاتش. والاكسيبشن ده تمام? ان شاء الله هو حصل يعني ما يتقربو له. تمام? هنحط دي بين ايه اكواس الطرق ايه. تعال هنشوف بقى احنا عايزين نمسح ايه. اول ريل هيدديني ايه? اه key to get. to get is the recruit. تمام? اه نفس الحقار برضو هتبقى search key والline تمام? والline. لو هو بيحتوى على search key كل اللي انت هتعملو. تطبع له ايه? الline. مش هنبدل بقى لو هنعمل اي حاجة. اه system. outline. تمام? بس هي دي. اه او اي حاجة انا. تمام? تعال هنشغل. هنلاقي هنا مسلا نور مسلا. تعال نشغل كده. هندوس اربعة. هيقول لك ايه? please enter any key to get the record. هنقول نور. طبعا ايه? ال user already 3 والuser name. نور والage 30 والjob مش عارف ايه وبتاعه. تمام? اه هنا اه ناقص حاجة بقى. اه انت ممكن بقى تعمل ايه? اللي هي الحتة بتاعة get all users دي. get all users. اه في انت في كل مرة كل اللي انت هتعملو. طب تعال نعملها بالمرة بقى. تعال نزودها. احنا مش هنخسر حاجة انا. تعال ايه فين بقى? اه. اه تعالي. مش. خمسة. خمسة to get all users. او برسونز. برسونز. تمام? مش باي اي دي بقى انت مش هتدخل حاجة. تعال كل اللي انت هتعملوها تطبعها لكي. اه تعال ناخد اه اللي بخمسة دي. تعال بقى ايه? اللي هي اه. اخدها بحلقة كده. تشوف الاكواز بتاعتها شايفين? اه دي الاكواز بتاعت. ان ايه? هنخلها بخمسة بقى. طمام? لو الاس ايف بخمسة. نفس الوفر ريدر برضو. ومش هيبقى عندك سرشي كولا اللاين. لا هيبقى عندك اللاين عشان هنطبعه. تمام? وكل اللي انت هتعملو اه هتطبع. هتطبع اللاين. ماشي? اه اه. ريد لاين هنا هوا عاوز ايه? اه. اه. دا اقوة ستري. كتش ابسشن برضو ايه? المفروض اود اكسبشن يعني. ساوات اكسبشن. تمام? هو كنة كل مرة هيتطبع لك ايه اللاين اللا موجود. ماشي يعني هون عندنا هنا اتنين فهو هيتطبعهم يعني تعال نشكل كلا. اه تمام هتدوس خمسة طبعلا ايه اه 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 مش عاوز بتز انتر ايه كده المفروض هو طبعلا ايه كل الويوزرز اللي عندي عندك احمد اول نور ونور تمام اه وبعد كده هيقولك تشوز ايه سيرفوس تمام اه طيب اه اه لو الراجل بقى ادخل ايه كيه تاني المفروض هو دخل لي س، اعمل اه اه هاخرج لو دخل من واحد لحد خمسه هديله اه سيرفزز طيب اه المفروض لو دخل لي اه طيب الامفروض لو دخل لي ايه تاني بقى المفروض لو دخل لي اي رقم بقى جرى اللي في الليستا تمام اه هنعمل ايه هنقوله ايه هنطبع له هنطبع له دي تاني او ممكن نطبع له مثلا انتتي بمكن ان لاء او الس الس اي له اوagh قالت اوة 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 او اوضارة اوضارة اوو او او رس او Поэтому ان derni 55% ق Lucy ماشي تعالي نشغل كده. قلنا ندخل له مثلا تسعة. ايه? تمام? وبعد كده ايه? طبعا جابل القايمة تاني. هو هيفضل يمشي في الايه? في البتاع دي في الويل لوب. تمام? هو ده كان البروجيكت. ماشي. مش عارف بقى لو حد عنده اي سؤال ممكن يبقى يسألني في الكومنتات يعني. تمام? اه وهو على كده يعني هو شغالي يعني. لو ضيفت تعالي نجرب كده. اه لو جنا نضيف. اه محمد. اه الاي دي مسلا نخليه اه اه في حاجة انا نسيت قلت المعيد كان قايل اه لو الاي دي لازم يبقى او يونيك. طيب هتعمل حاجة زي دي ازاي? المفروض اه انت لما تيجي تدخل اي دي. انت ممكن هتدخل اي حاجة عشوائية. يعني انت ممكن تدخل واحد وبعدين تجي تدخل واحد تاني. طيب اه ان نعمل حاجة زي دي ازاي? المفروض لما انت تيجي اه تعمل اه هنا تدخل ال اي دي. تمام? ال اي دي سترينج. اه فانا مش هخليه اخد ال اي دي منك على طول. لا انا خليه هقوله ال اي دي. زائد بيساوي. ال اي دي. اه ال اي دي هزود عليه اي دي. ال اي دي هزود عليه. ال اي دي هزود عليه. هناخد اوجيكت من الكلاس اللي هي بتاعة ال راندوم. هخليه كريتلي راندوم ايه? اه نمبر. نيكست انت مسلا. نيكست انت واخر ايه? واخر مية مسلا. تمام? انت ممكن تغير يعني. اه هنا ال اي دي هيبقى هي هيعمل اي اه هنا هبعد ما استلم الاي دي هجينيريت اه راندوم نمبر واضيفه على الاي دي اللي انت مدخره. بحس لو انت دخلتلي واحد وبعد كده دخلتلي واحد تاني او او اتنين وبعد كده اتنين فهو ايه هيضيف هيضيف رقم راندوم عليهم فانت مش هتعرف ايه كده مش هيبقى تمام? خلينا برضو نضيف علامة هنا عشان اه نبقى عارفين الجزء التاني ده هو الزيادة. خلينا نضيف علامة الدهار. تمام? تعال انتشغل كده. اه راندوم دي اه دي اه كلاس تمام? بتعمل 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 لارقام ايه عشوائية تمام? اه ومسوا جواها وبتديها ايه? اه البوند ده اخرج ايه? يعني مسلا لو كتبتولي اتنين هيبقى من صفر ايه لمئة تسعة وتسعين لو كتبتلو ايه اه متين من صفر ايه تسعة وتسعين لو كتبتلو مية هيبقى من صفر ايه تسعة وتسعين. اه طيب خلينا نجرر كده. تعالى نضيف بيرسون جديد كده. انا هدخل ايه? الايد بواحد. تمام? والنام هقول له علي. والهيج تلاتين. والجوب اي حاجة والادرس اي حاجة. تعالى المفروض ايه? تعالى اشوف علي واحد وبعدين ايه? اه علامة تسعين. ده اللي هو الايد. اه تعالى بقى نضيف واحد جديد وندونه نفس الايد دي. الانتر اي دي هنقول له واحد برضو. تمام? اه خلينا نقول محمد محمد. تمام? والايدج اه اربعين والجوب اي جوب. تمام? وتعالى نشوف كده. شفت محمد ايه? واحد وايه? وسبعة وتلاتين. فانت كده ضبنت ان الايد دي هيبقى برايماريكي. تمام? هو كان المعيد قال ان لازم يبقى يبقى برايماريكي يعني يبقى عندك كولوم برايماريكي. انت بقى كده خلاص خلصت. انت ده المشروع بعرفت يتعمل ازاي? شوف اي فكرة في دماغك بقى. وانت طبقها بمزاجك يعني بس انت هتبقى نفس الخطوات تقريبا. او انت ممكن تكتب لوجيك احسن من بتاعي. تمام? بس ده لوجيك كويس يعني مش وحش. اه ممكن ارفع لكم الكودة وابقى سيبه في الديسكريبشن بتاع الفيديو تمام? اه اه بتشكر جدا وسلامه عليكم. انتを اتري اج beast وانت ا prices قلقه لكم اشتركوا في القناة